الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السادس والاربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحث العلمية والافتاء لازمنا مع التفسير ونبدأ هذا الشريط بحمل الله تعالى مع اسئلة حول سورة مريم سؤال ما تفسير قوله تعالى في الاية السبعين من سورة مريم وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الورود في الاية الكريمة هو المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم فقد دلت الاحاديث والاثار الكثيرة على ان الصراط ينصب على جهنم ويمر المنص عليه على قدر اعمالهم ونوصيك بمراجعة تفسير كثير في ذلك لمزيد الفائدة وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما معنى الآيات التالية وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا جواب هذه الآية فيها بيان من الله تعالى بورود النار للبر والفاجر ثم نوجي الله المؤمنين الذين اتقوا الشرك ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المؤمنين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم يعني بذلك قوله سبحانه في سورة مرهم فوربك لنحش عنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا إلى أن قال سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا الآية جوال الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض يبين الله تعالى لعباده أنه لا أحد من الناس برا كان أمفاجرا إلا سيمر على الصراط المضعوب على متن جهنم وأن هذا المرور علمه الله تعالى وكتبه وأوجبه على نفسه عدلا منه تعالى وحكمه وفضلا منه ورحمه فكان أمرا مقضيا قضاءا لازم لا محيد عنه ولا مفر منه ثم ينجي له من عذاب النور من اتقاه أيام الدنيا ففعل ما أمره الله به من الطعات واجتنب ما مهه عنه من المعاصي والسيئات ويترك الظالمين في جهنم مكدسين جيثية جزاء وفاقا بما كفروا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة المؤمنون سؤال ما معنى قوله تعالى وهو يجيب ونا يجار عليه جواد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد معنى أن الله سبحانه يغيث من استغرث به ممن أراده بشر من المخلوقات ويمنعه ممن أراده بسوء إذا شاء ولا أحد من الخلق يستطيع أن يمنع أحدا أراده الله بسوء فيمديه من بأس الله وعقابه ونظيره قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة النور سؤال هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم براءة عائشة من حادث الإفك قبل نزول الوحي كما قال أحدهم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم براءة عائشة رضي الله عنها قبل نزول الوحي عليه ببراءتها ولو كان يعلم براءتها لما حار في أمرها ولا سأل عن حالها الصحابة رجالا ونساءا إلى آخره وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال روى الإمام أحمد عن أم سلمة أنها قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخمث وعندها عبد الله بن أبي أميه يعني أخاها والمخمث يقول يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبل بثمان فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يدخلن هذا عليك تفسير ابن كثير في الجزء الثاني في سورة النور ما نعنى فإنها تقبل بأربع وتدبل بثمان جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد معنى ذلك أن هذه المرأة سمينة وبسبب هذه السنة نشأ في بطنها أربع عكا أي طيات فإذا رآها إنسان وهي مقبلة رأى أربع طيات في بطنها وإذا أدبرت رأى من خلفها أطراف الطيات الأربع عن يمين أربع وعن يسار أربع فكان مجموع المرأي من الخلف ثمان طيات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما معنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال جواب نحمد الله وحده ونصلي ونسلم على رسوله وآله وصحبه وبعد المراد بغير أولي الإربة من يتبع أهل البيت لطعام ونحوه ولا حاجة له في النساء لكونه عن مينة أو معطيضا أو أبلها ضعيف العقل لا ينتبه إلى ما يثير الشهوة من زينة أو جمال أو رجلا كبير السم أضعفه الكبر حتى صار لا هم له في النساء ونحو ذلك من من ذهبت حاجتهم إلى النساء لعلة ما من العلل فأمن جانبهم ولم تخش منهم الفتنة فللنساء أن يبدين لهم من الزينة ما يدوذ لهم أن يبدينها لما حارمهن المذكورين في الآية ومن في حكمهم من النساء والأطفال الصغار الذين لم يبلغوا مبلغا من الإدراك أن يعرفوا عورات النساء ويتأثروا بها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة الفرقان سؤال من هم عباد الرحمن وعبيد الرحمن وما الحكم في من يلقي كلمات دينية في طابور المدرسة وينقلها من بعض الكتب ثم يلقيها على الطلاب هل يثاب على ذلك وما منزلته إذا كان يقول ذلك لا رياء ولا تظاهر ولكنه يخشى أن يكون من الثلاثة الذين تسعر بهم النار جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا عباد الرحمن وعبيد الرحمن هم المسلمون الموحدون الملتزمون لشرائع الإسلام وصفات أولئك مذكورة في آخر سورة الفرقان اتباء من قول الله سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون إلى قوله جل شأنه أولئك يجزون الغرفة بما صبروا وينقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسمة مستقرا ومقامة ثانيا اختيار كلمة كيبة من أي كتاب وإلقاؤها على شكل معظة في مدرسة أو أي اجتماع يقصد عظة الناس وتعليمهم لا شيء فيه بل هو حسن إذا كان القصد منه وجه الله سبحانه وبذلك لا يكون من الثلاثة المتوعدين في الحديث الشريف بالنار وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة القصص سؤال ما تفسر قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه معنى الجملة ولكن الله يوفق من يشاء إلى الخير دون عيره من عباده حتى الأنبياء وإنما إليهم هداية الإرشاد والبلاغ كما قال سبحانه بخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهذه هي هداية التوفيق والرضى بالحق أما هداية البلاغ والإرشاد فهي المذكورة بقوله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم في آخر سورة الشورى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أستفر عن معنى الآية الكريمة رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وجزاكم الله كل الخير جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض معنى ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ساعد المرأتين في سقي غنمهما وانصرفت إلى أهلهما وتولى هو إلى الضيء وأحس بالحاجة دعا ربه أن يقضي حاجته فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أي رزقني ما يسد حاجته من طعام أو غيره فأسر الله أمره وجاءته إحدى المرأتين وقالت له إن أبي يدعوك يجزيك أجر ما سقيت لنا إلى آخره وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة العنكبوت سؤال قال الله تعالى في سورة العنكبوت إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ما معناها قفلون أفادكم الله وعفى عنكم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا جزء من الآية التي ضرب الله سبحانه فيها مثلاً لاتخاذ المشركين آلهة دون الله يدعونها ويتعلقون بها ويردونها عند الشبائد ويترسلون بها فبين أن من يتعلق بهذه الآلهة الضعيفة كمن يتعلق ببيت العنكبوت في ضعفه ووهمه وأنها لا تؤني من استعان بها شيئاً وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة الروم سؤال سبب اختلاف ألوان عباد الله من أحمر إلى أبيض إلى أسود إلى غير ذلك أفيدون جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد اختلاف ألوان عباد الله من أبيض إلى أسود إلى أصفر إلى غير ذلك من الألوان آية من آيات الله تبارك وتعالى قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألثنتكم وألوانكم إن في ذلك لآياته العالمين فهذا الاختلاف في الألوان من البيض والسواد والحمرة والشكل في الخلق مما لا يكاد يوجد إلا ومعه فارق وليس هذا الاختلاف من فعل المنطقة ولا من فعل الأبوين فلابد من فاعل منسب له هذا التدبير فعلم أنه هو الله تبارك وتعالى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة الأحزاب سؤال عندنا مسألة نريد أن تفسروا لنا على أحسن التفاثير قول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وتلك المسألة يقول الله ما كان محمد أبى أحد من رجالكم إلى آخر الآية نريد منكم أن تفسروا لنا ما كان محمد أبى أحد من رجالكم لأن الله أمرنا بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا تلخيص السؤال جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية وقوله تعالى ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ما الذي قال بعد هذا زيد بن محمد أي لم يكن أباه وإن كان قد تبناه فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعيش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم فإنه صلى الله عليه وآله وسلم أولد له القاسم والطيب والطهر من خديجة رضي الله عنها فماتوا صغارا وعيد له صلى الله عليه وسلم إبراهيم من نالية القطية فمات أيضا رضيعة وكان له صلى الله عليه وسلم من خديجة أربع بنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم من أجمعين فمات في خياته صلى الله عليه وسلم ثلاث وتأخرت فاطمة رضي الله عنها حتى أصيبت به صلى الله عليه وسلم ثم ماتت بعده بستة أشهر وقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما كقوله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته فهذه الآية نفس في أنه لا نبي بعده وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بالطريق الأولى والأحرى لأن مقام رسالتي أخص من مقام النبوة فإن كل رسول النبي ولا ينعكس وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم قال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر من الأزديل حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفير بن أبي بن كا عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل في النبيين كمثل رجل بنا دارا فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها فجعل الناس يطوفون بالبنان ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع هذه اللبنة فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة رأوه التلمذي عن بن دار عن أبي عامر العقدي به وقال حسن صحيح وذكر بعد ذلك عدة أحاديث في الموضوع وبإمكانك أيضا مراجعة تفسير ابن جرير والقرطبي ونحوهما إذا رغبت في التوسع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة ياسين سؤالا هل ثبت بالسنة الصحيحة تلاوة هذه الصور يومية ياسين الدخان الواقع الملك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إننا لا نعلم في السنة ما يدل على قراءة الصور المذكورة في السؤال يومية لكن المشروع المسلم الاكثار من قراءة القرآن جميعه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قال تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين قد تفسير هذه الآية تفسيرا واضحا دواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ومعنى الآيتين أن الكفار لما اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر وقالوا إن القرآن شاعر قرد الله مقالته بأنه ما علم نبيه الشاعر ولا أوحاه إليه وبيّن سبحانه أنه لا ينبغي له أن يكون شاعر ولا يليق به ذلك لأنه الصادق الأمين وإمام المهتدين جاء أمته بالحق والهدى والنور أما الشعراء فهم في كل وادي يهيمون وأتباعهم هم الغاوون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالخات فشتان بينه وبين الشعراء في الأخلاق والطبع ثم بيّن تعالى أن ما أوحاه إليه ليس شعر بل لا نسب بينه وبين الشعر في أسلوبه ونظمه ولا في معناه صدقا وهداية وموائضة وذكرا لمن ألقى إليه سمعة وفتح له قلبه فكان له يورا ورشادا وفوزا وسعادة قال سبحانه إنه إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا الآية أي لينذر رسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن كل من كان حيا من الإنس والجن ويخوفه عواقب الإعراض عن الإيمان به ويحق القول أي كلمة العذاب على من كفر بالله وبرسوله وما جاء في القرآن الكريم وفي هاتين الآياتين رد على الكفار في اتهامهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر وزعلهم أن القرآن شاعر وبيان لعلو قدره صلى الله عليه وسلم وقدر القرآن وبيان لعمل رسالته صلى الله عليه وسلم للثقلين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة الصارفات سؤال منه ما الحكمة في أمر الله إبراهيم بذب حدنه قرة عينه إسماعيل جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أمره بذبحه ابتلاءا وامتحانا له في إخلاصه الأبودية والمحبة لربه وليرفعه عنده تعالى درجات إذا وفى وقد وفى عليه الصلاة والسلام قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعدك للناس إماما الآية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال اعتنق الإسلام عام 74 وتسعمائة وألف ميلادية وهو المتزوج أريد أن يعرف من النبي أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبحه أهو ولده إسماعيل أم ولده إسحاق عليهما الصلاة والسلام جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعده إن من ثمة الله تعالى يبتلي عباده يميز الخبيث النطي ويرفع من شاء من أنبيائه وأوليائه ما شاء وليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين وممن تابع الله تعالى عليهم الابتلاء خليله إبراهيم وممن تابع الله تعالى عليهم الابتلاء خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكان مثال الكمال في الوفاء في جميع ما ابتله ربه به قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذبيته قال لا ينال عهد الظالمين وأثنى عليه تعالى بقوله وإبراهيم الذي وفاء وكان مما اتلاه الله به أن أرام في المنام أنه يذبح ولده ورؤية الأنبياء حق فعزم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على تحقيق رؤياه امتثال بأنب ربه ويساء الله وعرض ذلك على ابنه فاستجابله فلما أسلم وجهه ما لله وبدل إبراهيم ما في وسهه من أسباب الذبح العادية أكرمه الله وولده وفد الذبيحة بذبح عظيم وخلد لخليله ثناء عاطرا من مدى الدهر وبشره بإسحاق نبيا من الصالحين وبارك عليه وعلى إسحاق عليهما السلام قال الله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هذلي من الصالحين وبشرناه بغلام حليم فلما بلغناه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن ومن ذريتهما محسن وظالم لمفسه مبين هذا صفة ما يتصل بشأن ذبيح من قصة أبيه إبراهيم الخليل عليه السلام وكان للخليل ولد إسماهيل وإسحاق فإيهما كان الذبيح إسماعيل أم إسحاق عليهما السلام لم يرد في ذلك نص صحيح بتسميته أو تعيينه بوجه ما يقطع النزاع ولد اختلف أهل السير والتاريخ والتفسير في تعيينه فقال جماعة منهم إنه إسماعيل لأنه هو الذي غلد له بعد ذهابه عن قومه إلى الشم وكان وحيده إذ ذاك وهو الذي كان بمكة وهي مكان الواقع وقد وصفه الله بالحيم والصبر أضف إلى ذلك أن قصة الذبيح قد بدأت بالبشرى بأولام حليم وختمت بالبشرى بإسحاق فكان غير الذبيح الذي بدأت به القصة والراجح أنه إسماعيل لما تقدم من الأدلة وقال كثير من أهل الديانات والسير والتاريخ إنه إسحاق لأنه هو الذي بشر به بشر به إبراهيم وصاره بعد اعتزال إبراهيم أبا وقوما كما في سورة مريم وهود والحج والذاريات فليكن هو المراد بالأولام الحليم المبشر به في سورة الصافة وإذن كونه والذبيح والخطب في ذلك سهل إذن مسألة اجتهادية في أمر معرفته غير ضرورية ولا يترتب على الجهل به خطر في العقيدة ولا أثر لها في حياة الناس العملية فأي ابن إبراهيم كان الذبيح كان فيه وفي أبيه العبرة وبهما تكون القدوة في الصبر على البلاء وإفار طاعة الله تعالى ولو كان في ذلك ذهاب أحد بشيء إلى الإنسان حتى النفس ولا يشين ذلك من لم يكن الذبيح ولا ينقص من قدره كما لم ينقص كثيرا من الأنبياء والمرسلين أنهم لم يحصل لهم مثل ذلك فالمزية بعلمها تدل على الفضية لكنها لا تدل على الأفضلية وإنما خوى في ذلك جماعة من الباحثين بدافع الحب للإستطلاع وشهوة حب البحث ولم يكن في المعضوع نفس صحيح صريح كما تقدم فاختلف عن اجتهاد وحسن منه أو عن عصبية واسلوء طوية والصواب أنه إسماعيل كما تقدم لأنه الأظهر من الآيات القرآنية ونسيما الآيات من ثورة الصوافات التي سبق ذكرها وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة صواد سؤال حدثنا خارج بن مخلف حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارسة مجهد في سبيل الله فقال ربي صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل فلم تحمل إلا واحدة ساقطا أحد شقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجهد في سبيل الله قال شعيب وابن عبد الزناد وتسعين وهو صح صحيح البخاري كتاب الأبياء المجلد الأول الجيس والثالث عشر الصفحة السادسة والثمانون والأربعماء مطبوعة تديه باب واذكر عبدنا داود الآية إلى إنه أبهابا قد روى هذا الحديث أناس بطرق متعددة وإسناله كله صحيح وجيد وعدد الأزواج فيه مختلف سبتون سبعون تسعون تسعون وتسعون مئة ولا ريب في صحة هذا الحديث باعتبار الرواة والإسناد ولكن مفهوم الحديث خلاف للعقل والشعور صليحة ومفهومه يعلم وأجهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هكذا كما نقل الراوي بذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أباطين وخرافات اليهود ذلك مثال وفهم الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بأيانة واقعية لأن كل إنسان إن حاسب في نفسه فعضح عليه أن فرض عدد الأزواج ستون إن باشرهن سليمان عليه الصلاة في ساعة ست أزواج باشرهن كل الليل بغير توقف متواليا عشر ساعات فهل هذا ممكن عقلا؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا الحديث المطلب هو الذي روي من طرق مختلفة المتساوية في القوة ولم يمكنه الجمع بينهما أما إذا كان بعضها أقوى أو أمكن الجمع فلا اقتراب وعلى هذا فلا يعتبر الاختلاف في عدد النساء في الحديث المسؤول عنه اقترابا يرد به الحديث لأمعين واحد رجحان الرواية التي ذكر فيها أن عددهن تسعون فقد قال البخاري في صحيحه قال شعيب أبو زناد تسعين وهو أصح اثنان إن كان الجمع بين هذه الروايات وقد ذهب إلى ذلك ابن خجر رحمه الله في كتابته على هذا الحديث في الباب الذي ذكرته في السؤال قل رحمه الله فمحصل روايات ستون سبعون وتسعون 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 ومئة قل جمع بيننا أن الستين كن حرائر وما زاد عليهم كن سرائر وبالعكس وأما السبعون فللم بالغة وأما التسعون والمئة فكل ما دون المئة وفوق التسعين فمن قال تسعون ألغى الكسر ومن قال مئة جبرة ومن ثم وقع التردد في رواية جعفر انتهى بنصه ثانيا دعوة مخالفة هذا الحديث للعقل الصريح دعوة باطلة لبنائها على قياس الناس بعضهم على بعض فالصحة وقوة البدن والقدرة على الجماع وصرعة الإنزال وبطئه وهو قياس فاسد لشهادة الواقع بتفاوتهن فيما ذكر وفي غيره وخاصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالنسبة لغيرهم فقد أوتوا من قوة البدن والقدرة على الجماع مع كمال الأفة وضبط النفس وكبح جماح الشهوة ما لم يؤتى غيرهم فكانت الأفة وسيانة الفرج عن قضاء الوطر في الحرم مع القدرة على الجماع وقوة بواعي معجزة لهم عليهم الصلاة والسلام وكان من السهل على أحدهم أن يطأ عشر نسوة في ساعة ومئة مرأة في عشر ساعات أو أقل لتحقق الاختصاص بالقوة وإن كان الإنزال في خمس دقائق أو أقل منها وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى نحو من هذا في شرح هذا الحديث وبيان ما يستنبط منها الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع الجواب عن السؤال المتعلق بإتيان سليمان عليه السلام لعدد كبير جدا من النساء في ليلة واحدة وعلاقة ذلك بالعقل والشرع وغيره نقول في الجواب أوتي الأنبياء من قوة البدن والقدرة على الجماع مع كمال العفة وضبط النفس وكبح جماح الشهوة ما لم يؤت غيرهم فكانت الأفة وصيانة الفرج عن قضاء الوطر في الحرام مع القدرة على الجماع وقوة دواعيه معجزة لهم عليهم الصلاة والسلام وكان من السهل على أحدهم أن يطأ عشر نسوة في ساعة ومئة امرأة في عشر ساعات أو أقل لتحقق الاختصاص بالقوة وإن كان الإنزال في خمس دقائق أو أقل منها وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى نحوا من هذا في شرح هذا الحديث وبيان ما يستنبط منه قال وفيه ما خص به الأنبياء من القوة على الجماع الدال لذلك على صحة البنية وقوة الفخولية وكمال الرجولية مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أبلغ المعجزة لأنه مع اشتغاله بعبادة ربه وعلومه ومعالجة الخلق كان متقللا من المآكل والمشارب المقتضية لضعف البدن على كثرة الجماع ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في ليلة بغسل واحد وهن إحدى عشرة امرأة وقد تقدم في كتاب الغسل ويقال إن كل من اتقى الله فشهوته أشد لأن الذي لا يتقي يتفرج بالنظر ونحوه ثالثا إنه قد ثبت أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق لأمته وأنه أوتي جوامع الكلام والبلاغ المبين وكمال الفصاحة في التعبير فلم يكن ليلبس على أمته في كلامه عن غش وخديعة ولا ليعمي في قوله لعين في لسانه أو عجز عن البيان ولم يكن راوي هذا الحديث عنه وهو عربي قح ليخفى عليه ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم صريحا عن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام من قوله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تحمل كل امرأة فالسا يجاهد في سبيل الله وأنه لم يقل إن شاء الله وتأكيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله لو قالها لجاهدوا في سبيل الله فرسانا ولم يحنث فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك على أنه مثال من أباطيل اليهود وخرافاتهم وأن الصحابية وهم أنه صلى الله عليه وسلم ذكره بيانا لواقع وخبرا عن حقيقة من زعم ذلك فقد اتبع هواه ووهمه الكاذب وحرف معنى الحديث المقصود منه وطعن في الصحابي وظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الظنون اتباعا لخياله الخاطئ في الحكم لمخالفة معنى هذا الحديث الصريح للعقل حاشية انظر تفسير محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في الجزء السابع الصفحة الرابعة والعشرين انتهت الحاشية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قرأت تفسير الجلالين عن الآية العشرين وقصتها تنتهي من سورة صاد بالآية الخامسة والعشرين التي تروي قصة سيدنا داود اذ كان في المحراب إلى آخر القصة فأنت تعرفها بالتأكيد وما قاله تفسير الجلالين ان سيدنا داود كان له تسع وتسعون امرأة فأحب زوجة صاحبه فتزوجها وهذه اعتقد انها دسيسة اسرائيلية طبعا ليس هذا المقصود بتفسير الآية اذ فيها امتحان لسيدنا داود وابتلاء لمدى دقته في حكمه فسمعه لشخص دون الآخر وهذا خطأه عليه السلام ارجو ايفادي بشكل واضح عن هذه الآية واذا كان ما يقوله تفسير الجلالين خطأ فلماذا السكوت عليه جزاكم الله عنا كل خير جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما يذكره كثير من المفسرين عن قصة داود عليه السلام في اشق امرأة قائد الجند غير صحيح وقد اشار الشيخ الشنقتي رحمه الله في اضواء البيان الى ان ما يذكر عن نبي الله داود عليه وعلى نبينا السلام مما لا يليق بمنصبه كله راجع الى الاسرائيليات فلا ثقة به ولا معول عليه وما جاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا يصح شيء منه وننصحك بالرجوع الى الكتاب المذكور اضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن ففيه تفصيل عن الموضوع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة فصلت سؤال يقول عز وجل في كتابه الكريم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام سورة السجدة هذه الآية ورد كثير في القرآن آيات مثلها ثم ذكر تبارك وتعالى آية غيرها يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداد ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم سورة فصلت فما علاقة الآية الأولى والثانية في خلق السماوات والأرض في ستة أيام وثمانية أيام الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ليس في الآيات المذكورة في سورة فصلت ثمانية أيام وإنما الذي فيها ستة أيام فتأمل ذلك يتضح لك الأمر إن شاء الله وراجع تفسير ابن كثير في الموضوع يزل عنك الإشكال بإذن الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة الدخان سؤال ما مدى صحة هذا الحديث من قرأ حامين الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث رأوه التلمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف كما ذكر جلال الدين السيطي في الجامعة الصغير وذكره ابن الجوزي في الموضوعات لأن فيه عمر بن راشد ابن شجرة وقد ضعفه أحمد ويحيى بن معين وأبو داود وغيرهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرجو إخباري عن شجرة الزقوم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد فذكر الله شجرة الزقوم في سورة الدخان بقوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم وفي سورة الإسراء بقوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن وفي سورة الصافات يقول سبحانه أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين قال الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره على آيات الإسراء وأما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم كما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار ورأى شجرة الزقوم فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل عليه لعائن الله هاتوا لنا تمرا وزبدا وجعل يأكل من هذا ويقول تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا حكى ذلك ابن عباس ومسروق وأبو مالك والحسن البصري وغير واحد انتهى وأما العلم بعين الشجرة فلا يترتب عليه أمر عملي بل الواجب التصديق والتسلم بما أخبر الله به عنها في القرآن وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قال الله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين قرأت في تفسير الجلالين لجلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطي تفسير قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنها هي ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان نزل فيها من أم الكتاب من السماء السابعة إلى السماء الدنيا وسألت كثيرا من المشائخ وأفادوني بأن ليلة القدر في رمضان فأرجو توضيح تفسير هذه الآية حافظكم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أقسم الله جل شأنه بكتابه العزيز الذي هو آيته التي آتاها محمدا صلى الله عليه وسلم لتكون معجزة وحجة له على رسالته أنه أنزل عليه القرآن الكريم في ليلة مباركة كثيرة الخير وهي ليلة القدر كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إلى آخر السورة وهي في شهر رمضان لقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات وبينات من الهدى والفرقان ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان فقد أخطأ وأبعد النجعة لمخالفته لنصوص القرآن والأحاديث النبوية الثابتة التي بيّنتها وعينت شهرها وسمتها باسمها وليس مع من قال إنها ليلة النصف من شعبان دليل من الكتاب أو السنة الثابتة يعتمد عليه في تفسير الليلة المباركة بذلك وليست المسألة عقلية حتى يقال فيها بالرأي أو يعتمد فيها على الأدلة العقلية وإنما هي سمعية يعتمد فيها على النقول من الكتاب والسنة الثابتة ثم بيّن سبحانه سنته العادلة ورحمته الشاملة في عباده بقوله إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ أي مرسلين رسل يبلغون عن الله شريعته وهدايته لهم ويخوفونهم عقبة مخالفة أوامره ونواهيه إقامة لعدله وإسقاط لمعاذير خلقه ورحمة منه بعباده كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وكما قال من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة النجم سؤال جاء في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النص ومما وقع أيضا قصته صلى الله عليه وسلم معهم لما قرأ سورة النجم بحضرتهم فلما وصل إلى قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ففرحوا بذلك فرحا شديدا فهل هذه رواية صحيحة وعلى فرض صحتها هل للشيطان سلطة أن يلقي في تلاوته تلك الكلمات التي مر ذكرها أرجو إفادتي مع جزيل الشكر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قصة الغرانيق ذكرها كثير من علماء التفسير عند تفسيرهم قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآيات من سورة الحج وعند تفسيرهم قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى الآيات من سورة النجم ورعوها من طرق عدة بألفاظ مختلفة ويرى أنها كلها رويت من طرق مرسلة ولم تلق مسنذة من طرق صحيحة كما قال ذلك الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره فإنه لما ساق هذه القصة بطرقها قال بعدها وكلها مرسلات ومنقطعات انتهى كلامه وقال ابن خزيمة إن هذه القصة من وضع الزنادق انتهى واستنكرها أيضا أبو بكر ابن العربي والقاضي يعطوا آخرون سندا ومتنا أما السند فيما تقدم وأما المتن فيما ذكره ابن العربي من أن الله تعالى إذا أرسل الملك إلى رسوله خلق فيه العلم بأن من يوحي إليه هو الملك فلا يمكن أن يلقي الشيطان على لسانه شيئا يلتبس عليه فيتلوه على أنه قرآن وللإجماع على أصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك فيمتنع أن يتكلم بكلمة تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى سهوا أو ظنا منه أنها قرآن ولأنه يستحيل أن يؤثر الرسول صلى الله عليه وسلم صلة قومه ورضاهم على صلة ربه ورضاه فيتمنى ألا ينزل الله عليه ما يغضب قومه حرصا منه على رضاهم ثم ما استدل به على ثبوت القصة من قوله تعالى وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره لا يدل على صحتها بل يدل على براءة النبي صلى الله عليه وسلم مما نسب إليه من تلاوة هذه الكلمات الشركية لأنها تفيد النفي لا الإثبات ولأنها تفيد أن الشيطان ألقى في أمنيته أي تلاوته وليس فيها أن الشيطان ألقى على لسانه تلك الكلمات الشركية أو ألقاها في نفسه فتلاها أو قرأها أو تكلم بها سهوا أو غلطة أو قصدا حتى جاء جبريل وأنكر عليه وعصلح له ما أخطأ فيه وأسف صلى الله عليه وسلم أسفا شديدا على ما فرط منه ولم يثبت أن الآية نزلت لأسلية للرسول صلى الله عليه وسلم فيما أصيب به مما ذكر في هذه القصة حتى يكون مساعدا على تأويلها بما جاء فيها من المنكرات وقد وافق جمهور أهل السنة ابن العربي فيما ذكره وذكروا أن معنى الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلأ ما أنزلنا عليه من الوحي أو تكلم به ألقى شيطان الإنس أو الجن أثناء تلاوته أو خلال حديثه وكلامه قولا يتكلم به الشيطان ويسمعه الحاضر أو يوسوس الشيطان وساوسة يلقيها في نفوس الكفار ومرضى القلوب من المنافقين فاحسبها أولئك من الوحي وليست منه فيبطل الله ما ألقى الشيطان من القول أو الشبه والوسوسة ويزيله ويحق الحق بكلماته لكمال علمه وبالغ حكمته وهذه سنة الله مع رسله وأنبيائه وأعدائه وأعدائهم ليتم معنى الابتلاء والامتحان ويميز الخبيث من الطيب ليهلك من هلك بما ألقى الشيطان من الكفار ومرضى القلوب ويحيى من حي عن بينه من أهل العلم واليقين الذين اطمأنت قلوبهم بالإيمان وهدوا إلى صراط مستقيم ومما تقدم يتبين أن روايات قصة الغرعنيق ليست صحيحة وأنه ليس للشيطان سلطان أن يلقي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الباطل فيتلوه أو يتكلم به ربما ألقى الشيطان قولا أثناء تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم به الشيطان ويسمعه الحاضرون أو يوسوس الشيطان وساوس يلقيها في نفوس الكفار ومرضى القلوب من المنافقين يحسبها أولئك من الوحي وليست منه فيبطل الله ذلك القول الشيطاني ويزيل الشبه ويحكم آياته ويتبين أيضا أن ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقول جمهور العلماء من أن الشيطان ألقى قولا أو وسوسة أثناء التلاوة لكنها ليست على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في نفسه ولا في نفس من صدق في إيمانه به إنما ذلكم إلقاء من الشيطان أثناء التلاوة في أسماع الكفار أو حديث نفس وقع في أسماعهم وقلوبهم فحسبوه قرآنا متلوة وتأبى حكمة الله إلا أن يزيل الباطلة ويحكم آياته إحقاقا للحق ورحمة بالعباد والله عليم حكيم وقد أجمع علماء الإسلام كلهم على أصمة الرسل جميعا في كل ما يبلغونه عن الله عز وجل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة الرحمن سؤال هل صحيح أننا نسمع ربنا يتلو علينا في الجنة إن شاء الله سورة الرحمن جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ليس ذلك بصحيح فيما نعلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما تفسير قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين وقوله رب المشرق والمغرب وقوله تعالى رب المشارق والمغارب جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد المراد بالمشرقين والمغربين في الآية الأولى مطلع الشمس جنوب خط الاستواء وشماله ومغربها ومغربها جنوبه وشماله والمراد بالمشرق والمغرب في الآية الثانية جهة الشرق وجهة الغرب التي تنتقل الشمس فيهما طلوعا مغروبا على مدى الفصول والمراد بالمشرق والمغارب في الآية الثالثة مطالع الشمس ومغربها كل يوم شرقا وغربا وبذلك تجتمع النصوص وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سورة الحديد سؤال قال الله تعالى ثم قفينا على آثارهم برسولنا وقفينا بأيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغاء رطوان الله فما عرعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ما المراد بالبدع في الآية الكريمة وما حكم رعايتها ومن كتب على نفسه أن يستغفر الله وأن يحمد الله والصلاة القائمة كل ذلك مئة مرة صباحا ومساءا من قبل نفسه ثم لم يلتزم به بعد ذلك جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا المراد بالبدعة في هذه الآية الرهبانية وهي الانقطاع لعبادة الله واعتزال الناس ابتغاء التقرب إلى الله وطلبها لرضاه سبحانه بالمبالغة في طاعته سواء كان هذا الانقطاع بلزوم الجبال أو الكنائس أو البيع والصوامع أو غير ذلك وهذه البدعة لم يكتبها الله عليهم ولم يشرعها لهم بل هم الذين أحدثوها من عند أنفسهم رجاء رضوان الله في زعمهم شأنهم في ذلك شأن من سلك سبيلهم من مبتدعة هذه الأمة فإنه مبتدع في الإسلام بدعة لم يأذن بها الله كاجتماعهم لذكر له صفوفا أو حلقات مع الترنح والتمايل يمنة ويسرة ومن أعلى لأسفل بأصوات مرتفعة وصياح وعويل ممن يسمونهم المجاذيب وكبدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وموالد الصالحين رجاء الثواب من الله تعالى بتعظيم الأنبياء والصالحين بهذه الاحتفالات إلى أمثال ذلك من الاحتفالات التي لم يشرعها الله لعباده ثانيا هؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية لم يرعوا هذه الرهبانية أي أنهم قصروا على مدى الأيام في العمل بما ابتدعوه إلى جانب واحد تقربا إلى الله في زعمهم فأنكر الله عليهم وابتدعاهم في دين الله ما لم يأذن به وعدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة تقربهم إلى الله عز وجل ولو كانوا تركوها إنكارا لها ورجوعا إلى الحق لأثيبوا على تركها ثالثا من كتب على نفسه عبادة مشروعة لكنها غير مفروضة وأداها على الكلفية التي شرعت عليها عددا ووقتا مطلقة أو مقيدة فقد أحسن وليس هذا ببدعة في الإسلام لأنه مشروع بأصله وكيفيته ومثاله التزام عبد الله بن عمر بن العاص التهجد وصيام يوم وإفطار يوم ومداومته على ذلك رضي الله عنه حتى ضعف ولما أشير عليه بالتخفيف عن نفسه قال ما كنت لأترك شيئا فعلته زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفأ بما التزم مما شرع الله فقد أحسن ومن ترك شيئا من ذلك لضعف فقد أخذ بالرخصة ولا حرج عليه ومن تركه تهاونا وكسلا فقد ارتكب خلاف الأولاد أما من كتب على نفسه عملا لم يشرعه الله أصلا كالاحتفال بعيد الميلاد وبأول العام الهجري وبالموالد ونحو ذلك أو التزام ما شرع الله أصلا لكن كان فعله له على غير الكيفية التي شرعه الله عليها فالتزامه بدعة منكرة لمخالفته الكيفية التي شرع الله عليها العبادة مثاله ما تقدم من الذكر جماعة بصوت واحد مرتفع إلى آخره فإن الله لم يشرعه بهذه الكيفية ولا ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية ولا عملها أصحابه رضي الله عنهم ولا عملوا بها ولو كان فيها خير لشرعها الله ولعمل بها رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ولو فعلوا لا نقل لنا نقلا ثابتا فدل ذلك على أنها من البدع المحدثة التي يجب اجتنابها ومن هذا يتبين أنه ليس للإنسان أن يكتب على نفسه عددا محدودا في كل من الاستغفار وحمد الله وليس له أن يخص الذكر بذلك بزمن معين بل يحرص على الذكر بذلك وبغيره مما ثبت الذكر به بما يتيسر من العدد في أي وقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد ذلك بمئة مرة ولا بخصوص الصباح والمساء ومن رجع عن هذا الالتزام اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في التقرب إلى الله بما ذكر من غير تحديد عدد أو زمان فهو معجور أما ما ورد من الأذكار محددا بعدد أو وقت أو كيفية فيؤدى كما ورد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة المجادلة سؤال فسروا لنا هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله إلى آخر السورة بعض الناس يكفر بعضهم بعضا حتى يكفر آباءهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم ولو كانوا يصلون ويكفرون غيرهم فبينوا لنا معنى هذه الآية انتهى جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يخبر الله جل شأنه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجد ممن آمن بالله واليوم الآخر وأخلصوا قلوبهم لله وأسلموا وجوههم له فأطاعوه فيما أمر واجتنبوا ما نهى عنه وزجر قوما يحبون من شاق الله ورسوله وعدلوا عما جاء به صلى الله عليه وسلم من عند الله من الهدى والنور مهما طال الزمن وقلبت فيهم البصر وأمعنت النظر فسوف لا تجد من المخلصين الصادقين في إيمانهم من يحب قلبه هؤلاء الكفار ولو كانوا من أقرب الناس إليهم نسبة من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وعشيرتهم الأقربين وفي هذا ثناء جميل من الله سبحانه على أولئك الأخيار الذين صدقوا الله ورسوله واتبعوا ما جاءهم من الهدى والنور وفيه ترغيب لهم على الثبات على ذلك والازدياد منه وأمر للناس أن يسيروا سيرتهم وينهجوا نهجهم في الإخلاص وصدق الإيمان وتحذيرهم من صنيع المنافقين الذين تولوا قوما غضب الله عليهم من اليهود ويحلفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيمانا كاذبة ليرضوه ويقولون نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فتضمنت هذه الجملة الثناء على المؤمنين الصادقين بالبراءة من الكافرين والتحذير من حبهم ومودتهم والنهي عن ذلك كما في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وكما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وأخوانكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقوة عرفتموها وتجارة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فاتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين انتهى الشريط السادس والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وله بقية على الشريط السابع والأربعين إن شاء الله الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السابع والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لازلنا مع التفسير ونتابع الإجابة المطولة على السؤال المتعلق بآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية من سورة المجدلة وتكفير بعض الناس لأقرب أقربائهم بموجب هذه الآية حسب اجتهادهم وغيره في الجواب تقول اللجنة الدائمة واسمع إلى قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقولهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير إلى غير هذه الآيات من نصوص الكتاب والسنة التي نهت عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وغيرهم من الكفار وحذرت من تولي من غضب الله عليهم ومن اتخذوا دين الله هزوة من الذين أوتوا الكتاب وسائر الكفاء وهذا بيان من الله تعالى لحكم أعمال القلوب من محبة ووداد وبراء من الكافرين وأبغضهم وأبغض ما ارتكبوه من غي وضلال أن المعاملات الدنيوية من بيع وشراء وسائر تبادل المنافع فتابع للسياسة الشرعية والنواحي الاقتصادية فمن كان بيننا وبينهم موادعا جاز أن تبادل معهم المنافع من بيع وإجارة وكراء وقبول الهدايا والعباة والمكافأة عليها بالمعروف والإحسان إقامة للعدل ومراعاة لمكارم الأخلاق على أن لا يخالف ذلك أصلا شرعية ولا يخرج عن صنع المعاملات التي أحلها الإسلام قال الله تعالى لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصتوا إليهم الآية ومن كان بيننا وبينهم حرب أو اعتدوا علينا فلا يجوز أن نتولهم في المعاملات الدنيوية بل يحرم ذلك كما حرم توليهم بالمحبة والإخاء قال الله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا عمليا في السن والحرب مع اليهود بالمدينة وخيبر ومع النصارى وغيرهم من الكفاء ثم بيّن الله تعالى السبب الذي كان منه ضغضهم للكافرين فقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منه إن هؤلاء الذين صدقوا الله ورسوله هم الذين قرروا الله في قلوبهم الإيمان وثبته في نفوسهم وأيّدهم ببرهان منه ونور وهدى فوالوا أولياء وعادوا أعداء وصاروا على الشريعة التي رضيها الله تعالى لهم دينا ثم بيّن جزاءهم بقوله ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أي أنه يتفضل الله عليهم بمنه وكرمه فيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فينعم بذلك النعيم أولئك المخلصون الأطهار مقيمين فيها أبدا الآباد لا يفنى نعيمها ولا يزول وما هم منها بمخرجين رضي الله عنهم لما حققوه من إيمان صادق وعمل صالح ورضوا عن قضائه وتشريعه وجزائه وأثنوا عليه بما هو أهله ثم ختم السورة بقوله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون فأخبر تعالى بأنهم جنده الذين تولوه بالطاعة فتولاهم بمصره وفضله وإحسانه في الدنيا والآخرة وكانوا هم الفائزين دون من خادع الله ورسوله وتولى الكافرين ومن ذلك يتبين ما يأتي أولا أن من أحب الكفار وويدهم دين فهو كافر كفرا يخرج من ملة الإسلام ثانيا من أبغضهم بقلبه وتبادل معهم المنافع من بيئ وشراء وإجارة وكراء في حدود ما شرع الله فلا حرج عليه ثالثا من أبغضهم في الله ولكن عاشرهم وعاش بين عظورهم لمصلحة دنيوية وآثر ذلك على الحياة مع المسلمين في ديارهم فهو آثم لما في ذلك من تكثير سوادهم والتعاون معهم دون المسلمين ولأنه عرض نفسه للفتن وحرمها من التعاون مع المسلمين على أداء شعائل الإسلام وحلول مشاهده والتماصح والتشاول مع المسلمين فيما يعود على الأمة الإسلامية بالقوة والنهوض إلى ما تسعد به في الدنيا والآخرة إلا إذا كان عالما يأمن على نفسه الفتنة ويرجو من إقامته بينهم أن ينفع الله به في الدعوة إلى الإسلام ونشره بينهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة الملك سؤال سورة الملك فيها بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هل قراءة هذه السورة كل ليلة تشفع بصاحبها عند الموت جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وصحبه وبعد هذا الحديث رواه أبو داود في سننه بهذا النص حدثنا عمر بن مرزوق حدثنا شعبة اخبرنا قتادة عن عباس الجشم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك قال المنذري في مختصره خرجه النسائي وابن ماجه وقال التنذي حديث حسن لكن في سنده ضعف وعلى هذا يرجى لمن آمن بهذه السورة وخافظ على قراءتها ابتغاء وجه الله معتدرا بما فيها من العبر والمواعظ عملا بما فيها من أحكام أن تشفع له وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة نوح سؤال هل القمر بين السماوات أو تحت السماء الدنيا وإذا كان بينهما فكيف يتأتى الصعود على وجه القمر مع الدليل جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض يحترر أن يكون القمر بين السماوات وأن يكون تحت السماء الدنيا لعدم وجود دليل معين أحد الاحتمالين وليس في قوله تعالى وجعل القمر فيهن نور دليل يعين كونه بينهم لاحتمال أن يكون الجار والمجرور فيهم يتعلقا بكلمة نور والمعنى وجعل القمر نورا فيهم فيكون نوره فيهم كما أنه في الأرض ولو يلزم من ذلك كونه بينهم وإذا لم يتعين كونه بينهم أن كان أن يصعب إليه بالمصاعد الحديثة وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم بعض الآيات سؤال ما الدليل على جواز إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية كما أن كل سورة من القرآن مكتوب أولها بسم الله الرحمن الرحيم ومنها سورة الفاتحة علما أن آياتها سبع آيات بينما تقرأ ست آيات فقط يخفي بسم الله الرحمن الرحيم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد من قال من العلماء بإخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية بنى ذلك على قوله بأنها ليست آية من كل سورة بل هي آية من القرآن المستقلة فصل بها بين السور وهي بعض آية من سورة النمل فقال إن في الإسرار بها في الصلاة الجهرية تمييزا بينها وبين آيات السورة وأيضا في الإتيان بها في قراءة السورة في الصلاة مع الإسرار بها في الجهرية جمعا بين الأدلة التي يظاهرها ترك القراءة بها في الصلاة والأحاديث التي ذلت على الإتيان بها أمام السورة في الصلاة مثل حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وحديث أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فحملت هذه الأحاديث على ترك الجهر بها دون تركها بالمرة جمعا بين هذه الأحاديث والأحاديث الدالة على القراءة باسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة وأما أننا نقرأ الفاتحة ستة آيات فقط فغير صحيح باتفاق فإن من اعتبر البسملة آية من كل سورة حتى الفاتحة عدها آية من الفاتحة وما بعدها ست آيات ومن لم يعتبرها آية من الفاتحة عدى صراط الذين أنعنس عليهم آية وما بعدها إلى آخر الفاتحة آية فصارت سبع آيات بدون البسملة سؤال ما تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى سورة الأعلى جواب أي قد فاز بجنة ربه وردوانه من تطهر من الكفر وسائر المعاصي والأخلاق الخبيثة بالإيمان بالشريعة الإسلامية والعمل بالطاعة ويدخل في عنون ذلك أداء الزكاة والصلاة الأرحام وما يتصل بهذا من الصدقات والإنفاق في وجوه البر والإحسان وذكر اسم ربه ووليد نعمته سبحانه ذكر إجلال وإعظام ومراقبة له ومعرفة لحقه فحمله ذلك على أداء الصلاة الخمس في أوقاتها جماعة في بيوت الله ويتبع هذه صلاة الأيدين وأسائر نوافل الصلاة ولم يخص الله بعضا مما ذكر دون بعض فعما ما تقدم وما في حكمه وإن كان بعض ذلك أولى بالأداء من بعض فوجب أن تعلم في القول كما عم الله سبحانه وتعالى سؤال ما تفسير قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدوم والآصال رجال لا تلهيهم الآية جواب المراد بالبيوت في هذه الآية المساجد والدار والنذوب متعلق بقوله تعالى يوقد أو بمحذوف وقع صفة للمصباح والمعنى الله من السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة صافية يوقد من زيت شجرة الزيتون في المساجد أمر الله أن يرفع بناؤها ويعظم قدرها وتكرم عن لهو الحديث ولغو الكلام وعفع الأصوات وكل ما لا يليق بها وأمر سبحانه أن يذكر فيها اسمه بالقلب واللسان بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا على ما يفعله كثير من أرباب الطرق ومريدوه من أذكار مبتدعة في ألفاظها أو في كيفية أدائها والذكر بها يسبح لله في هذه المساجد ويقدسه بالصلاة فيها ودراسة العلم بها وتلاوة القرآن وسائر الأذكار المشروعة بالغضو والأعصال في الغداة والعشي أول النهار وآخرة رجال قدر الله قدره فلا تشغلهم مشاغل الدنيا من تجارة المضايا عن ذكر الله بقلوبهم وألسنتهم وأبدانهم لمراقبتهم الله لمراقبتهم الله ونظرهم في العواقب وخشيتهم من هول يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار وتهدل فيه كل مرضعة عما عرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وماهم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ثم ذكر الله سبحانه جزائهم بأحسن ما عملوا وتوفيتهم أجرهم بغير حساب جزاء ومثاقا بإخلاصهم لربهم وبيعهم أنفسهم على ولي نعمتهم الله ذو الفضل العظيم سؤال تفسير قوله تعالى ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر في هسنه أسعى في خرابها جواب للعلماء في من نزلت فيهم هذه الآية قولانا الأول أنهم المصارى أو بخت مصر أو كلاهما والمعنى لا أحد أشد اعتباء وجراءة على الله وعلى حرمات دينه من المصارى وبخت مصر إذ منعوا الناس أن يعبدوا الله في بيت المقدس بإقام الصلاة فيه ودراسة العلم به والقصد إليه لزيارته وسعوا في تخريبه ورمي الأذى والقاذورات به تنفيرا للمنص من القصد إليه وإمارته بالعبادة وذلك لشدة عداوتهم لليهود واختار هذا الرأي ابن جرير الطبري لدلالة ما قبل هذه الآية وما بعدها من الآيات عليه إذ كان الخبر في ذلك عن اليهود والمصارى وعداوة بعضهم لبعض القول الثاني أنها نظرت في مشرك مكة إذ صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنة الحديبية عن المسجد الحرام والمعنى لا أحد أشد اعتداء وجراءة على الله من مشرك مكة ومن والاهم إذ منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنة عمرتي الحديبية عن المسجد الحرام آنفة وكبرى وسعوا جهودهم في تخريبه بالعبادات الشركية وإخلائه من عبادة الله وحده صلاة وطواف وحده وعمره وإن لم يخببوا بنيانه فإن حرمان من هو أهل لأمارته وأحق بأداء النسك والعبادة فيه ومن هو أولى بخدمته من الدخول فيه أشد تخريبا من التخريب الحسي إذ هو تعطيل لمسجد في الأرض وأول بيت غضع للناس عن إقامة الشعائر على الوجه الصحيح فيه مع أنه بني من أجل عمارته بذلكم اختار هذا القول ابن كثير وأيده بما ورد من الآثار في سلب النزول الآية وبقوله تعالى وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حدثت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إلى غير هذا مما أيد به قوله ومع ذلك فالآية عامة لأن العبرة بعموم النفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه أو من أجله فهي ذنب بليغ ووعي شديد لكل من صد أحدا عن أي مسجد من المساجد الإسلامية ومنعه أن يؤدي فيها العبادة التي شرع أداؤها فيها سؤال ما هي السبع المثاني ولم سميت بذلك جواب قيل السبع المثاني هي السبع الطوال البقرة وآل إمران والنساء والمائلة والأنعام والأعراف ويونس أو الأمثال والتوبة عندما نجع لهم في حكم سورة واحدة وقيل السبع المثاني سورة الفاتحة وهي سبع آيات في أصح قولة العلماء من دون البسملة وقد اختار هذا القول ابن جرير وابن كثير لما روه البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد ابن المعلأ في فضل الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم وما روه البخاري أيضا من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم وسميت آيات الفاتحة السبع بالمثاني لأنها تثنى أي تكرر في ركعات الصلايات فرضا عن أفلا سؤال ما تفسير قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه الآيات أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه في غار حراخ وبها بدأ الوحي إليه عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى اقرأ يا محمد مفتتحا قراءتك بذكر اسم الله أو مستعينا في قراءتك بذكر اسم ربك وولي نعمتك الذي خلق كل شيء خلق ذرية آدم من علق من دن قد كان من قبل مطفة ثم يصور بعد ذلك مضغة فعظاما إلى آخر أطوار خلق الإنسان فعمر سبحانه في ثنائه على نفسه بأنه تفرد بخلق كل شيء ثم خص الإنسان تكريما له وتمهيدا لذكر من تن به عليه من نعمة الكتابة والعلم ثم أمره مرة أخرى بالقراءة تنبيها إلى عظم شأنها وحثا على العناية بها ثم أثنى سبحانه على نفسه بأنه رب كل شيء ومليكه وأنه تفرد بكمال الكرم والجود ومن ذلك ما آتاه الله محمدا من اللدوة والرسالة وما خصه به من معجزة القرآن وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم ومن كمال كرمه وفيد نعمه أنه علم الإنسان الكتابة بالقلم وأنه علمه ما لم يكن يعلم مما لا يخصى عده ولا يقدر قدره وما كان له ذلك لولا أمن الله عليه وأسبغ عليه عظيم نعمه فتبارك الله أحسن الخالقين وسعت رحمته كل شيء وهو أحكم الحاكمين سؤال ما تفسير الآية التي في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين جواب كتب سليمان عليه الصلاة والسلام إلى بلقيس وقومها كتابه وأرسله مع الهدهد وأمره أن يلقيه إليهم وينظر ماذا يفعلون ولما وصل الهدهد بالكتاب إلى بلادهم ألقاه إلى بلقيس فقرأته فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ولما عظم شأن هذا الكتاب عندها وهالها أمره جمعت أشرف قومها وقالت لهم إنه ألقي إلي كتاب فيه رفعة وشرف وعزة وعلو وعلو منزلة ومكانة ثم أخبرته من أرسله وأتبعته بما تضمنه فقالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين يعني لا تترفعوا علي ولا تتكبروا وأتوني طائعين مذعينين موحدين الله مخلصين له الدين وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة العاديات سؤال نتفسير قوله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريرات صبحا وما معنى قوله والعاديات أفتوني جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد العاديات ضبحا أي والخير للمسرعات في سيرها إسراعا شديدا نشأ عنه الضبح وهو صوت نفسها الذي يتردد في صبرها من شدة سيرها فالموريات قدحا فالمخرجات نوعا بقدحهن الأحجار بحوافرهن حين شدة السير فالمغيرات صبحا فالمغيرات على الأعداء وقت الصباح جهادا في سبيل الله ومصرة لدينه وجملة المعنى أن الله تعالى يقسم بالخير المسرعات في سيرها سرعة يسمع معها صوت نفسها المتردد في صبرها ويخرج من قدحها الأحجار بحوافرها نار تراها العيون وتغير على الأعداء وقت الصباح جهادا في سبيل الله وجواب القسم قوله تعالى إن الإنسان لربه لك مود ونوصلك في مثل هذا أن تقرأ بعض كتب التفسير المشهورة مثل ابن كثير والبغوي والجلالين وبالله التوفيق فصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم السنة أصول علم الحديث سؤال من هي كتب الحديث وما هو نتن الحديث وما هي أصول علم الحديث ومن أمير المؤمنين في الحديث جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد كتب الحديث هي التي تجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النساء ومسند الإمام أحمد ومعطئ مالك ونحو ذلك ومثل الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم وثاله وتقريره وأصول الحديث هي ما يبحث فيه أما يتميز به الحديث الصحيح والحسن عن الحديث الضعيف والموضوع ويبين درجاتها ويسن ما أيضا مصطلح الحديث ومن كتبه مقدمة ابن الصلاح وألفية العراقي والتقريب للنووي ونخبة الفكر لابن حجر إلى آخره عزيز المستمع لم يرد في الجواب الرد على من أمير المؤمنين في الحديث ولعله شعبة بن الحجاج والله أعلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كيف نعرف الأحاديث الضعيفة أي المنسوبة إلى رسول صلى الله عليه وسلم وهل يوجد في كتاب صفحيح البخاري ومسلم أربعة وستون حديثا منسوبة إلى خبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم وكيف نعرفهم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تعرف الأحاديث الصحيحة والضعيفة لدراسة علم مصطلح الحديث ومعرفة أسانيد الأحاديث ودراسة أحوال الرواد جرح وتعديل وقد خلف لنا أئمة الحديث ثروة ضخمة تخطم هذا الجانب من علم الحديث وأن صحيح البخاري ومسلم فقد أجمعت الأمة على قبولهما واعتبارهما من المصدر الثاني بعد كتاب الله عز وجل سؤال ما معنى الحديث المرسل وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يا أسماء إذا بلغت المرأة سن المحيط فلا يظهر منها إلا هذا وهذا وأشار إلى الوجه والكفين مرسل أم ضعيف وهل قيل قبل سورة الحجاب أم بعدها جواب الحديث المرسل هو ما يرويه غير الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن حديث أسماء المذكور فضعيف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في بعض الكتب الإسلامية التي نقرأها ربما يذكر المؤلف حديثا ويذكر الذي أخرجه لكن لا يتعرض لتوضيح مدى صحته أو ضعفه فعلى أي وجه نأخذ الحديث وما هي أسهل الطرق في معرفة أروم الحديث جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا الحديث الذي أخرجه البخاري أو مسلم مسندا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الأحاديث الصحيحة لأن الأمة تلقت صحيحيه مع بالقبول ثانيا إذا لن يكون الحديث فيهما بل في الصنم أو المسانيد أو المعاجم فإن الأمة يذكرون درجة صحته أو حسن أو ضعفه وذلك مبين في مضاع عنه من كتب الحديث ثالثا أسهل الطرق في معرفة الحديث وعلومه هي دراسته على من ضرع فيه من العلماء مبتدئا بالمختصرات من كتب مصطلحات علوم الحديث ومعرفة أحوال رجال الأسانيد مثل نخبة الفكر وشرحها وألفية الأراقي وشرحها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هي الأحاديث القدسية ولماذا سميت بهذا الاسم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الأحاديث القدسية هي التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام أو بالوحي يقظة أو منامة وسميت بهذا نسب نسبة إلى القدس وهو الطهر لإضعفتها إلى الله تعالى وهو القدوس المنزه عن كل عيب ونقص وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم المراد بالسنة سؤال كم أقسام السنة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يمكن تقسيم السنة إلى ثلاثة أقسام لأنها إما أن تكون السنة أقوالا للنبي صلى الله عليه وسلم أو أفعالا أو تقريرات وهناك قسم الرابع وهو ما يتعلق بخلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال السنة المتخرة ومدى وجودها على الفرد المسلم لأني وبالصفة مصري الجنسية وعلى ما سمعت من آراء من الكثير من علماء الدين في مصر بأن السنة بالصفة عامة هي أقوال وأفعال للرسول صلى الله عليه وسلم إن فعلتها فسوف يكون لي بها ثواب من الله سبحانه وتعالى وإن تخليت عنها فلم أحرم من ثوابها ولا يكون علي ذنب أو إثن مما دفعانه الكتبة إليك التضارب الكبير الذي أجده بينما تعلمته في مصر وبينما أسمعه هنا في مكة المكرمة وما قرأه من كتب دينية ومقالات الكثير من العلماء في المملكة ثانيا إرشادي إلى بعض أسماء الكتب التي تبحث في هذا الموضوع حتى أتمكن من الحصول عليها أفيدونا أفادكم الله لتستمع إلى الجواب الوجه الثاني يبدأ حالا ونبدأ هذا الوجه بالجواب عن السؤال الذي يتحدث عن السنة المطهرة وهل السنة معناها أن يلتزم الإنسان بها أم يلتزم بها أحيانا ولا إثم عليه جواب أولا تطلق السنة ويراد بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية وذلك عند علماء الحديث وأما علماء أصول الفقه فيبينون الفرق بينها وبين الأدلة الأخرى القرآن والإجماع والقياس والآثار التي من أقوال الصحابة والتابعين أرضي الله عنهم وتطلق السنة عند الفقهاء ويراد بها ما دل الشرع على العمل به دون إلزام فيثاب من فعله ولا يأثم من تركه مثل صلاة الضحى وصلاة ركعتين أو أربع قبل الظهر وصوم يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك وهي بهذا المعنى درجة بين الفرض والمباح وتطلق ويراد بها المعنى اللغوي وهو الطريقة وهذا المعنى عام ولا تعارض بين معانيها بل اختلاف بينها اختلاف تنوع أساسه اختلاف مواقعها من العلوم واصطلاح العلماء في تلك العلوم ترجى في ذلك إلى تعريف القرآن والسنة والحديث والأثر في كتب علوم الحديث وكتب أصول الفقه وإلى باب صلاة التطوع وصيام التطوع ونحو ذلك من كتب الفقه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل السنة وحي أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض السنة واحدة من الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم واللفظ الدال عليها من الرسول صلى الله عليه وسلم وقد صخى أم صلى الله عليه وسلم أنه قال إني قد أوتيت القرآن ومثله معه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عن الأحاديث المتواترة والآحاد لماذا نسلم بقبول رواية امرأة واحدة للحديث مع أننا في الشهادة في الحالات العادية نطبق قول الله عز وجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وفي علم الحديث يطلب التثبت أكثر وخاصة أن هناك أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين عن عائشة فهل يعتمد مثلا قول ابن حجر في تجريح رجل ولا يأخذ قول الله عز وجل أن تضل إحداهما نسأل الله عز وجل أن يوفقكم في الرد الشافي على هذا الموضوع الذي يراودني دائما ولا أحدث به أحدا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض أولا الصحيح أنه لا يشترط في قبول رواية العدد بل يكفي في أداء الحديث وقبوله واحد سواء كان غذلا أو امرأة إذا كان عدلا ضابطا مع اعتصال السند وعدم الشذوذ مع اعتصال السند وعدم الشذوذ والألة القادحة اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ بإرسال واحد كمعاذ بن جبل إلى اليمن ودحية الكلبي بكتابه إله رقل ونحو ذلك وكعلي بن أبي طالب إلى مكة في الصنة التاسعة من الهجرة لينادي الناس في موسم الحج أن لا يحد بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان وأما النساء فقد أمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة فقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيف خبيرا ولولا قبول روايتهن للقرآن والسنة لما أمرهن بالبلاغ وقد كانت إحداهن تشترك أحيانا مع أخرى في البلاء وتنفلد به أحيانا كما هو واضح لمن تتبع روايات عنهم ولم ينكر ذلك أحد عليهم ولا على من أخذ عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه رضي الله عنهم فكان قبول روايات عنهم وعن إحداهن ثابتا بالكتاب وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وإجماء صحابته رضي الله عنهم واستمر على ذلك العمل في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وفيما بعدها بل أجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على قبول روايات المرأة مطلقة منفلدة ومشتركة مع غيرها كالرجل إذا توفر فيها شروط القبول ثانيا ليست الشهادة والرواية على حد سواء من كل وجه بل تفترقان في أمور منها أن رواية إخبار عن أمر عام من للراوي وغيره لا ترافع فيه إلى الحكام بخلاف الشهادة فإنها في قضايا عينية تخص المشهود عليه وله يترافع في مثلها إلى الحكام غالبا ومنه أن رواية لا يشترط في قبولها العدد كما تقدم بخلاف الشهادة فقد يشترط فيها أربعة من الرجال كما في حد الزنا والقذ وقد يشترط رجلين كما في القتل عمدا وقد يكتفى برجل ومرأتين كما في الحقوق المالية وقد يكتفى بمرأة واحدة كقول المرضعة في ثبوت الرضاع ومنها أن الشهادة لكونها خاصة بالمشهود عليه والمشهود له لا تتعداهما إلا بالتبعية المخضى ردت بالقربة والعداوة وتطرق التهم بخلاف الرواية فإنها يكفي فيها ما يغلب على الظن صدق المخبر من العدالة والضبط سواء كان الرأي رجلا أم الرأى واحدا أم أكثر ومنها أن بين كثير من المسلمين عداوة قد تحمله على شهادة الزور بخلاف الرواية عنه صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم في الجزء الأول من بدائع الفوائد الفرق بين الشهادة ورواية أن الرواية يعم حكمها الراوية وغيره على ممر الزمان والشهادة تخص المشهود عليه ولا تتعداهما إلا بطريق التبعية المخضى فإلزام المعين يتوقع منه العداوة وحق المنفعة والتهمة الموجبة للرد فاحطيط لها بالعدد والذكورية وردت بالقرابة والعداوة واعتطرق التهم ولم يفعل مثل هذا في الرواية التي يعم حكمها ولا يخص فلم يشترط فيها عدد ولا ذكورية بل اشترط فيها ما يكون مغلبا على الظن صدق المخبر وهو العدالة المانعة من الكذب واليقظة المانعة من غلبة السهو والتخليط ولما كان النساء ناقصات عقل ودين لم يكن من أهل الشهادة فإذا دعت الحاجة إلى ذلك قوية المرأة بمثلها لأنه حينئذ أبعد من سهوها وغلطها لتذكير صاحبتها لها انتهى كلامه ثالثا الذين قانوا بنقد أرواة أحاديث دواوين السنة ودواوين السيرة والتاريخ تعديلا وجرحا جماعة من أئمة الحديث معروفون لهم بصيرة ثاقبة في ذلك عاصروا من نقدهم وحكموا فيهم بما عرفوا عنهم ولم يفرقوا في منهج نقدهم بين رجل وامرأة بل هما سواء لديهم في الجرح والتعديل أما من جاء بعدهم من من لم يعاصر أولئك رواه كابن حجر العسقاراني رحمه الله فإن شأنه مع أولئك رواه نقل أقوال من عاصرهم من الأئمة فيهم ومناقشة سندها إليهم والترجيح بينها إذا تعرضت ونحو ذلك وليس إليه تعديلهم أو تجريحهم لعدم معاصرته إياهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يرى بعض الناس أن الأحاديث المروية من طريق الآحد غير حجة في العقيدة لأنها تفيد الظن والعقيدة لا تبني على الظن وينسبون هذا القول إلى إمامين من الأئمة الأربعة ما هو تعليقكم على هذا الموضوع حاشية نجيب عليه حالا انتهى جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أحاديث الآحاد الصحيحة قد تفيد اليقين إذا احتفت بالقراء وإلا أفادت غلبة الظن وعلى كلتا الحالتين يجب الاحتجاج بها في إثبات العقيدة وسائر الأحكام الشرعية ولذلك أدلة كثيرة ذكرها أبو محمد علي بن حزم في مباحث السنة من كتاب الإحكام في أصول الأحكام وذكرها أبو عبد الله ابن قيم الجوزية في كتابه الصوائق المرسلة على الجهمية والمعطلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل آحاد الناس بكتبه إلى ملوك الدول ووجهائها ككسرى وقيصر يدعوهم فيها إلى الإسلام عقيدته وشرائعه ولو كانت الحجة لا تقوم عليهم بذلك لكونها آحاد مكتفى بإرسال كتابه مع واحد لكونه عبث ولأرسل به عددا يبلغ حد التواتر لتقوم الحجة على أولئك في زعم من لا يحتج بخبر الآحاد في العقيدة ومنها إرساله عليه الصلاة والسلام معاذا إلى الومن واليا وداعيا إلى الإسلام عقيدة وشريعة وبيان وجه الاستدلال به تقدم في إرساله الكتب مع آحاد الناس إلى أنثال ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم وإذا أردت استقصاء الأدلة ودراستها فارجع إليها في الكتابين السابقين وأما نسبة القول بما ادعوه إلى إمانين من الأئمة الأربعة فلا صحة لذلك وكلام الأئمة الأربعة في الاحتجاج بأخبار الآحاد وعملهم لذلك أمر مشهود معلوم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنا يا شيخنا الكريم فتاة مسلمة نشأت على عقيدة مؤدها أن المسيح عليه السلام قد أنجاه الله من محاولة الصلب ورفعه إليه بعد أن ألبس أحد أتباعه صورته فصلب بدلا عنه وأنه عليه السلام سأعود إلى الأرض قبل يوم القيامة ليقتل المسيح الدجال لعنة الله عليه ولكني منذ أيام قرأت في أحد الكتب وهو مقارنة الأديان والاستشراق لأحمد شلبي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة ما معناه أن المسيح لم يرفع وأنه اغتفى عن أنظار أعدائه وأنه مات في مكان ما موتة عادية وقبر كأي إنسان وأن أحاديث رسول إليه صلى الله عليه وسلم التي وردت فيها أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ليقتل المسيح الدجال هي أحاديث آحد لا يؤخذ بها في المسائل الاعتقادية والمسألة هنا اعتقادية وهالني أنني قرأت له أن هذا الرأي هو رأي بعض علمائنا أمثال الشيخ المراري والشيخ شلتوت والشهيد سويد قطب وغيرهم والحقيقة أنني قد انتابتني حالة من القرق وعدم معرفة الحقيقة وسؤالي الآن ما هي أحاديث الآحد وهل لا يعمل بها كما قال أحمد شلبي في المسائل الاعتقادية وإن فلتت في صحيحي البخاري ومسلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحديث ينقسم إلى متواتر وآحد فالمتواتر مع رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منه عن مثلهم وأن يكون مستمدهم في انتهاء السند الحس من سماع أو نحوه والآحد ما فقد شرطا من هذه الشروط والمتواتر يحتج به في العقائد والفروع كالقرآن والآحد يحتج به في الفروع بإجماع ويحتج به في العقائد على الصحيح من قوله العلماء وحكاه الإمام ابن عبدالبر والخطيب البغدادي إجماعا في العقيدة والفروع ومن رأى أن لا يحتج به في العقائد فقد خالف فعله رأيه فاحتج به في العقائد والأصول بل احتج بالضعيف منه في ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما معنى المصطلحين الذين أجدوهما في كتاب الحديث موقوف ومرسل الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحديث الموقوف وما كان من كلام الصحابي ولم يرفاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث المرسل عند أهل العلم والذي سقط من سنده الصحابي الراوي له عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة سؤال هناك أحاديث كثيرة جدا في كتب السنة ذات المعاني الصحيحة وتفسيرات للآيات مقبولة الا انها ضعيفة السؤال هل يجوز ذكرها في الدروس والخطب والتحديث بها جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد المشروع أن لا يذكر المسلم في خطبه ومواعظه ودروسه الا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم وفي الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة ما يشفي ويكفي ويغني عن ذكر الأحاديث الضعيفة والحمد لله على ذلك لكن يجوز عند أكثر أئمة الحديث ذكر الحديث الضعيف إذا اقتضت المسلحة الشرعية ذلك بصيغة التمريض مثل يروى ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الأحاديث التي نص أهل العلم على أنها موضوعة فلا يجوز للمدارس والوعظ وغيرهما ذكرها الا لبيان أنها مكذوبة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز العمل بالحديث الضعيف جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجوز العمل به إن لم يشتد ضعفه وكان له من الشواهد ما يجبر ضعفه أو كان معه من القوائد الشرعية الثابتة ما يؤيده مع مراعاة عدم مخالفته لحديث صحيح وهو بذلك يكون من قبيل الحسن لغيره وهو حجة عند أهل العلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل صحيح أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به إلا في فضائل الأعمال أما الأحكام فلا يؤخذ به فيها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا لم يشتد ضعفه وثبت أنها من فضائل الأعمال في الجملة وجاء الحديث الضعيف في تفاصيلها ثانيا يعمل بالحديث الضعيف في إثبات الأحكام إذا قوي بحديث آخر بمعنى أو تعدد طرقه فاشتهر لأنه يكون من قبيل الحسن لغيره وهو القسم الرابع من أقسام الأحاديث التي يحتج بها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم علم طبقات الرواه سؤال هل يؤخذ بالأحاديث التي يخرجها البيهقي والطبري والدار قطن وماذا يعني علم طبقات الرواه جواب الحمد بالله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد كل ما صح سنده ولم يكن شاذا ولا معلا بألة قادحة مما خرجه هؤلاء في كتبهم يؤخر به وإلا فلا وأما علم طبقات الرواه فالطبقات جمع طبقة ومعناها في اصطلاح علماء الحديث جماعات الرواه الذين اشتركوا في السن واللقاء المشيخ فالم طبقات الرواه والذي يبحث فيه عن أحوال الرواه مراعا في ذلك ترتيبهم حسب سنهم ولقائهم المشيخ ومما ألف في ذلك كتاب كتاب الطبقات للإمام محمد بن سعد كاتب الواقدي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل بقي أحد من العلماء الذين يصلون بإسنادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كتب آئمة الإسلام دلون على أسمائهم وعناوينهم حتى نستطيع في طلب الحديث والعلم أن نصل إليهم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يوجد عند بعض العلماء أسانيد تصلهم بدواوين السنة لكن ليست لها قيمة لطول السند وجهالة الكثير من الرواه عدالة وضطة سؤال من يمرتبة بن إسحاق بن يسار بين المحدثين هل هو ثقة أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله رسوله وآله وصحبه وبعد قال الحافظ بن حجر العسقلاني في تقريب التهديد مع نصه محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهي المدني نزيل العراق إمام المغازي صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر من صغار الخامسة مات سنة خمسين ومئة ويقال بعده خاء تاء تقسيم مام ميم تقسيم عين ميم وقد بسط ترجمته في تهذيب التهذيب فراجع ذلك إن شئت لتمام الفائدة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في بعض الأحاديث في نهايته يقولون رواه الشيخان من هم الشيخان جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هما محمد بن إسماعيل البخاري ألف الكتاب المسمى صحيح البخاري الذي هو أصح كتب السنة ومسلم بن الحجاج النيساب وري مؤلف الكتاب المسمى صحيح المسلم الذي هو أصح كتب السنة بعد صحيح البخاري وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عندنا هنا بعض الناس يقولون إن الجامع الصحيح للبخاري توجد فيه أحاديث ضعيفة رغم أننا قلنا لهم بأن الأمة أجمعت على صحته فنرجو منكم القول الصواب جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا القول غير صحيح بل أحاديثه المسندة المتصلة كلها صحيحة أما المعلقات ففيها الصحيح والضعيف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هي كتب السنة والكتب المفيدة؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا كتب السنة الستة البخاري ومسلم أبو داود النسائي الترمذي سنن ابن ماجة موطأ مالك مسند أحمد وسنن الدارمي ثانيا زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم والقاعدة الجليلة لشيخ الإسلام من تيمية وكتاب الإيمان له أيضا ومنهاج السنة له أيضا وإغافة اللهفان لابن القيم والقصيرة النونية له أيضا وإعلام الموقعين له أيضا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم من السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال أريد أن أعرف سيرة الرسول الكريم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام تعرف من القرآن الكريم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم قالت زوجه عائشة رضي الله عنها كان خلقه وستعرف وستعرف إن شاء الله سيرته وأخلاقه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم صحة نسبة كتاب من الرسول إله رقل سؤال يتعلق بما رفعه سيد ميم ميم زامان من بنجلابش حول ما ادعته إحدى السيدات العربيات المقيمة في لندن من امتلاكها خطابا ممهورا بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم موجه إله رقل ودرست اللجنة ما تضمنه كتاب سيد ميم زامان من الاستفسار عما يأتي واحد كيف يمكن التوصل إلى الخبر اليقين عن نسبة هذا الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اثنان كيف حصل التوقيع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا ثلاثة كيف وصل هذا الكتاب إلى هذه السيدة العربية وهل وارثته أو وصل إليها بطريق آخر وما هو جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز أن ينسب إلى أي إنسان قول أو عمل إلا بعد أن يثبت ذلك عنه بما يفيد يقينا أو غلبة ظن بمثبته إليه وخاصة من رسل عليهم الصلاة والسلام فإن مثبت شيء إليهم مما يتعلق بشؤون الدين يتضمن مثبته إلى الله تعالى وأنه تشريع يجب اتباعهم فيه قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليدل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متفق عليه واللفظ لمسلم وعلى هذه القاعدة تكون دعوى هذه المرأة العربية إن الكتاب الذي بيدها هو الرسالة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هراقل دعوى غير مقبولة لبنائها على الخرص والتخمين وذلك لأمور أولا أن بينها وبين زمن كتابة الرسالة أربعة عشر قرناء جرى فيها أحداث وحروب طاحنة بين النصارى والمسلمين أثارتها العداوة الدينية والخصومة في العقيدة بين الفريقين وذلك مما يبعد معه بقاء مثل هذه الرسالة ثانيا أن قوم هراقل قد كثر منهم السخب وارتفعت أصواتهم حينما فرغ من قراءة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم سخطا على ما سمعوا واستنكارا له وحاصوا حيصة حمر الوحش ونفروا إلى أبواب القصر حينما دعاهم هراقل إلى الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كراهية منهم للإيمان به وعصبية لدينهم الباطل لكن هراقل كان قد احتاط للأمر لتوقعه ذلك منهم فغلق الأبواب وأحكم الحصار فلم يتمكنوا من الخروج وأمر بردهم إليه وآثر البقاء على النصرانية حرصا على ملكه وأخبرهم أنه إنما قال مقالته ليختبر حرصهم على دينهم وصلابتهم فيه وأنه وجد منهم ما يحبه من قوة تمسكهم بدينهم فمثل هذه العداوة الدينية والخصومة في العقيدة يحملهم على إتلاف هذا الكتاب وأقتضي القضاء على معالمه إما عاجلا في زمن هراقل وإما بعد وفاته حينما تحين لهم فرصة الخلاص من مثال غضبهم وما ينقض عقيدتهم خشية أن يأتي من يثيره ويدعو إليه انتهى الشريط السابع والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبقوث العلمية والإفتاء من جمعي وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش ولازلنا مع موضوعات التفسير وله بقية على الشريط الثامن والأربعين إن شاء الله تعالى الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثامن والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لازلنا مع التفسير ونتابع الإجابة المطولة على فتوى الأخذ من بلاديشي عن احتفاظ امرأة عربية مكيمة بلندن بما سمته ودعته كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وعرض اللجنة وتفنيدها لذلك النقطة الثالثة إن هذه المرأة مجهولة الحال لا تعرف عدالتها وأمانتها وصلاحيتها لمثل هذا الشأن ولا يدرى عند من وجدت هذه الرسالة أو ممن أخذتها ولا يدرى عن حالهم وحال من قبلهم وهذا مثار شك وريبة يمنع من نسبة هذا الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعوة أنه هو رسالته الأصلية إلى هرقل هذا هو مقتضى القائدة التي يعتمد عليها في نسبة الأقوال والأعمال إلى أصحابها ومن دعاه خب الاستطلاع وحفزه إلى مزيد الاستقصاء في البحث فليعرض أصله ذلك الكتاب على ذوي الخبرة في الخطوط التطبيقية على الخطوط الأولى وليعرضه على أهل الخبرة في قدم الأوراق أو الجنود وجدتها ويقارن بينها وبين ما عرف من الأوراق الأولى ليعرف صحة هذه النسبة أو كذبها مع أن تقدير الزمان والمقارنة بين الخطوط والأوراق مما يدخله التخمين والخطأ ومع أنه لا يمكن المقارنة خط هذا الكتاب حتى يعرف من كتبه للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة حتى نعرف خطه وأن لنا اليوم وبذلك يعلم أن المقارنة غير ممكنة رابعا ذكر في هذا الكتاب أن المكتوب والخطم المشار إليه لفظ محمد وخطمه صلى الله عليه وسلم يشتمل ثلاث كلمات وهي محمد رسول الله وهذا مما يؤكد تزوير هذا الكتاب وأنه لا أساس له من الصحة ثم إنما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هراقي قد نقله الثقات من علماء المسلمين نقلا صحيحا لا تشوبه ريبة وفي ذلك غنية لنا عن غيره مما تحوم حوله الشكوك بل دلت القراءن على أنه إلى الكذب أقرب منه إلى الصدق ثم إن قبول مثل هذا الكتاب واعتباره قد يفتح باب شر على المسلمين يفتح الباب لمن تسول له نفسه أن يفتري عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزور عليه كتابا وختمة يقلد في خطه وختمه بخط الكتاب المذكور وختمه فالواجب وعدم اعتبار هذا الكتاب والإعراض عن اتخاذه أثر اكتفاءا بما أغنم الله به من النقول الصحيحة والأحاديث التي رواها الأثبات من العلماء وسدا لذرعة الشب والتزوير في الكتب والرسائل وصيانة لدين الله وللمسلمين عن العابثين وكذب الكاذبين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أريد التعرف على حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم متى أولد وكم عاش ومتى توفي كم تزوج من امرأة ما هو الدعاء الذي يقوله عند مين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض وليل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتين عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول عام الفيل وعاش ثلاثة وستين سنة منها ثلاثة وخمسون سنة بمكة المكرمة وعشر سنوات بالمدينة وتوفي بالمدينة يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة أما زوجاته فإحدى عشرة زوجة خديجة بنت خويلد سودة بنت زمعة عائشة بنت أبي بكر الصديق حفصة بنت عمر بن الخطاب زينب بنت خزيمة أم سلمة هند بنت أبي أمية زينب بنت جحش جويرية بنت الحارث المسترقية أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صفية بنت حيي بن أغطب ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنهم وتوفي منهما قبله خديجة وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهما وتوفي عن تسع منهم رضي الله عن الجميع وأما الأدعية والأذكار التي تقال عند المن فكثيرة منهما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مطجعك فتوضع وضوءك للصلاة ثم اتجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن ميت ميت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول الحديث ومنها ما رواه حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وفي رواية اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا أردت المزيد من ذلك فاقرأ كتاب الأذكار النووية للنووي والوابل الصيد لابن القيم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عن نصائح الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأصحابه من نصائح جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته في الخطبة يوم عرفه في حجة الوداع إني تاركم فيكم ما لم تضلوا إن تمسكتم به كتاب الله وفي رواية أخرى ذكرها الحاكم في صحيحه كتاب الله وسنتي وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه أوصى أمته بالصلاة والإحسان إلى الماليك وأوصى أيضا بإخراج المشركين واليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنتم اتخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك خرجه المسلم في صخيحه عن دندب بن عبد الله رضي الله عنه وننصحك في مراجعة البداية للحافظ ابن كثير رحمه الله في الكلام على وفاته صلى الله عليه وسلم ووصاياه والحب لله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم خاتم النبوة سؤال لي أخ يعمل بهذا الرسم أم وضح أعلى بالكتابة التالية قال المؤلف هذا مثال خاتم النبوة يعني الرسم أعلى الذي كان بين كتف النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن خواصه فيما نقله التلمذي أن من توضع ونظر إليه وقت الصبح حفظه الله تعالى إلى وقت المغرب ومن نظر إليه وقت المغرب حفظه الله تعالى وقت الصبح ومن نظر إليه في أول الشهر يحفظه إلى آخره ومن نظر إليه أول السنة يحفظه الله إلى آخرها من البلاء والآثات ومن نظر إليه أول السفر يصور مباركا عليه وإن مات في تلك السنة يختم له بالإيمان وقال أرقم هذا وأرض الله تعالى أن من نظر إليه يسبق المحبة والإيمان فمرة مرة واحدة يحفظ الله تعالى من جميع ما يكره إلى أن يلقى الله تعالى هل يرى صحيح يستحب أن يعمل به المسلم أم هو باطل وبدعة يجب على أخي ترك العمل به جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد عمل الرسم المذكور في الاستفتاء والكتابة عليه غير صحيح فقد نقل زرقاني في شرح المواهب اللبنية عن الحكيم التلمذي عند ذكر خاتم النبوة أنه كبيضة حمامة مكتوب في باطنها الله وحده لا شريك له وفي ظاهرها توجه حيث كنت فإنك منصور ورواه أبو معيم وقال إنه غير ثابت وقال في المورد إنه حديث باطل وبذلك نعرف أن العمل بالرسم المذكور لا يجوز ويجب على من يفعل ذلك أن يتركه ويتوب إلى الله مما وقع منه وثبت في صحيح مسلم صفة خاتمه صلى الله عليه وسلم حيث روي عن جابر بن سمرة في باب خاتم النبوة أنه قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نوم الرسول صلى الله عليه وسلم على الحصير سؤال هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أحيانا على مكان مرتفئ به كالسبيل مثلا وهل إذا نم إنسان على الحصير اقتداءا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يأخذ حسنات أم لا جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أذكر الإيمان بن القيم رحمه الله فصلا في كتاب زاد المعاد فقال كان ينام على الفراش تاره وعلى النطع تاره وعلى الحصير تاره وعلى الأرض تاره وعلى السليل تاره بين رماله وتارة على كساء أسود انتهى كلامه فمن هذا يظهر أنه كان ينام بعض الأحيان على الحصير وإذا نمى الإنسان على الحصير بعض الأحيان قاصدا لاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيرجع له الخير وقد شرع الله سبحانه لاقتداء بالرسول في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم إما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر والغناء سؤال يوجد حديث وأظن أنه صحيح يرغى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وهو صبي صغير يلتقط تمره من تمر الصدقة في الأرض فقال له كخ كخ أيرمي بها أو ما معناه وحديث ثاني أنه خرج نبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهيرة ثم جاء أبا بكر فقال ما أخرجك يا أبا بكر فقال ما أخرجني إلا الجوع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أيضا ما أخرجني إلا ذلك ثم جاء عمر فقال له مثل الذي قال لأبي بكر وأجوابه مثل جوابه الأول فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر وعمر إلى بيت أحد الأنصار فطرق بابه ثم ضعيفهم الأنصاري وذبح لهم شاه وقدم لهم طعام ثم انطلق إلى بستانه فقطف لهم التمر منه وجاءهم به فلما أكلوا وشبعوا قال عليه الصلاة والسلام والله لتسألنا يومئذ عن النعيم وهذا الحديث أظن أنه صحيح أيضا وهناك حديث ثالث تنفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على صاع من بر سؤال أعتقد أنه صحيح أيضا والله أعلم ولكن السؤال هو هل هذا يتعرض مع آيات سورة الضحى بقوله تعالى وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وهل هذا من داب جهده هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورجى الله عنه أن هذا كان في أول الإسلام فلما فتح الله تعالى على رسوله اغتنى ومما يحضرني حديث إذا مات أحد الصحابة أو أحدهم في زمنه وعليه دين لا يصلى عليه ويقول صلوا على صاحبكم فلما فتح الله تعالى على نبيه قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك دينا أو عائلة أي عائلة فإلي وعليه فهل هذا صحيح أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أزهد الناس وأصحابه ردوان الله عليهم أجمعين وحديث آخر يحضرني رأى عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر الحصير في جنبه الشريف فذكى عمر فقال له ما يبكيك يا ابن الخطاب فقال إني لا أرى إلا ما أرى في بيت مال المسلمين وأرى كسرى وقيصر وهما ما هما عليه من الشرك متناعمين بالفرش الوثيرة وأنت رسول الله وصفوته من خلقه هكذا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة فهل هذا صحيح أسئلة تنصب فيه هل هذا كل من باب الزهد والإعراض عن الدنيا والإقدار على الدار الآخرة أم أن هذا كان في أول الأمر فلما كثر المال واغتنى المسلمون من فضل الله تعالى أصبح الأمر كما بينا وهل هذه الأحاديث إن كانت صحيحة تتعارض مع سورة الضحى وهذا ما لا أعتقده أفتونا بالجواب الصحيح أفابكم المولى جل وعلا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا تعرض بين ما ذكرت لأمرين الأول أنه كان فقيرا فأغناه الله كما هو مص آيتي الضحى الثاني أنه مع كثرة ما أعطاه الله وتحقق رضاه بما أعطاه من الخيرات المادية وغيرها كانت مسؤولياته تجاه أمته ومصالحها العامة والخاصة أعظم وبذله ونفقاته في ذلك أكثر من دخله فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كما وصفه أعرابي بذلك لقومه في ثنائه عليه ومن ذلك قضاؤه لدين من مات وعليه دين وتكفره من مات عائلهم بتولي جميع شؤونهم من رعاية ونفقات وقد ثبت عنه أنه قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك بينا فعلي قضاؤه ومن ترك مال فهو لورثته رواه أحمد والبخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم أيما مؤمن ترك مالا فليرثوه عصبته من كانوا وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه رواه البخاري فلم تكن قلة ماله أخيرا عن فقر بل عن بذل وكرم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم سؤال كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وكيف كانت أخلاقه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد كان خلقه القرآن كما وصفته عائشة رضي الله عنها واستدلت على ذلك بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وكان سمحا مع أهله حسن العشرة معهم يقوم بواجبهم في بيته حتى ينادى بالصلاة وأننصحك بقراءة القرآن وكتب الحديث والسيرة لتزداد معرفة به ولا تجعل همك كثرة الأسئلة فيما يمكنك معرفته بنفسك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قد قيل أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد وجدنا في صور من حياة الصحابة في الجزء الثالث للصف الثاني المتوسط أن أول من أسلم من الرجال زيد بن حارثة ابن شراحيل أفيدون أيهما أول من أسلم من هذين الرجلين جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الصحيح من القولين أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه ومن النساء خديجة ومن الصبيان علي ومن الموالي زيد بن حارثة وبلال وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل وقع بين المسلمين والمشركين مبارزة في غزوة تبوك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم يقع بين المسلمين والروم مبارزة في غزوة تبوك وإنما صالح النبي صلى الله عليه وسلم وأله وصلى الله귀 وكم ملكا وأهلا جربا وأذرح على الجزية وكتب لهم كتابا بيّن لهم فيه ما لهم وما عليهم ونوصيك بالرجوع إلى ما كتبه ذي الكثير رحمه الله حول هذا الموضوع في الجزء الخامس من كتاب البداية وما كتبه علماء السيرة في ذلك لتعرف تفصيل الموضوع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل صحيح ما يروى عن أبي بكر من صديق أنه قال يا ليت أبا بكر كان شجرة قطعها فأس حطاب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم يثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال ذلك فيما نعلم لكن أخرج أحمد في الزهد عن أبي عمران الجوني قال قال أبو بكر الصديق لو ددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن وهذا أثر غير صحيح أيضا لأن أبا عمران الدوني لم يدرك أبا بكر الصديق وأخرج أيضا عن الحسن قال قال أبو بكر والله لو ددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعبد وهذا الأثر غير صحيح لأن الحسن لم يدرك أبا بكر الصديق وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل صحيح ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لو قيل كل الناس يدخلون الجنة إلا رجل واحد لظمنت أنه أنا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم يثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال ذلك فيما نعلم بل هذا لا يتفق مع قوة إيمان عمر وحسن ظنه بربه ورجائه فيه وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم قصة نسبت لعلي رضي الله عنه سؤال أسمع من بعض العام حكاية يتحدثون عنها لم أقرأها في كتاب أو أسمعها من عالم وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى مكان ما ورأى علي في طريقه أشياء غريبة منها امرأة حاول اللحاق بها ولم يستطع وجملا سمينا في أرض مجدبة وجملا هزيلا في أرض ربيع وأشياء أخرى كثيرة ولما سأل علي الرسول عنها صلى الله عليه وسلم وقال الجمل الهزيل هو البخيل والجمل السمين هو الكريم والمرأة هي الدنيا أرجو إفادتي هل هذا حديث أم حكاية جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا نعلم عن هذه الحكاية التي ذكرتها شيئا والأقرب أنها موضوعة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال من هن أمهات المؤمنين وما عدد هن جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد عددهن تسعا وهن عائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة بنت أبي سفيان وجويرية بنت الحارث وسودة بنت زمعة وزينب بنت جحش وصفية بنت حوي وميمونة بنت الحارث وهؤلاء أزواجه التي مات عليه الصلاة والسلام وهن في عصمته ومن أزواجه أمهات المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وهي أم أكثر أولاده وتوفيت في حياته قبل الهجرة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ما ورد عن فاطمة رضي الله عنها سؤال عن صحة حديث مضمونه من أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخطها فقد أسخطني جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم نجد حديثا بهذا اللفظ ولكن أروا البخاري في صحيحه بسنده عن المثور بن مخرنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة مضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الصحابة رضي الله عنهم سؤال هل من الجائز أن يذكر اسم أي صحابي فنقول عليه السلام مدنا من الترضي عنه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجز أن نذكر الصحابية وغيره فنقول عليه الصلاة والسلام فقد أخرج الإمام البخاري في كتابه الصحيح باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن ابن أبي أوفى قال كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال اللهم صلي عليه فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى لكن لا يتخذ شعارا لبعض الناس ولا يستعمل مع الصحابة ولا غيرهم بصفة دائمة ولكن إذا فعل مع بعض الناس لكونه قدم صدقته ولأسباب أخرى من علم وفضل من دون أن يتخذ ذلك عادة مستمرة والأفضل أن يقال رضي الله عنه عند ذكر الصحابة رضي الله عنهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم من قتله الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل شخصا أثناء الحرب هل هذا الشخص المقتول عليه إثم أكثر من إنسان يقتله غير الرسول جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض ورد في الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبي وإمام ضلالة وممثل من الممثلين رواه الإمام أحمد من حديث بن مسعود وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أحاديث سئل عن معناها لا ضرر ولا ضرار سؤال ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أريد شرح هذا الحديث وما يستفاد منه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض نهى النبي صلى الله عليه وسلم المكلف أن يضر نفسه أو يضر غيره ففيه دلالة على منع الإنسان من التعدي على نفسه أو غيره وهذا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أنه جاء من طرق يقوي بعضها بعضا وله شواهد فينهض إلى درجة الحسن لغيره ويصلح للاستدلال به ونوثيك بمراجعة كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب في شرح هذا الحديث وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان سؤال ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث رواه ابن ماجة عن أبي ذرن الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحاكم صحيح على شرطهما وقال أبي حاكم لا يثبت نقله عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وهو الطبراني في الكبير عن ثوبان رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم لكن بسنة ضعيف كما قال الهيفمي في مجمع الزوائد الخطأ هنا ضد العمد والنسيان ضد الذكر والحفظ ومعناه أن الله تعالى أكرم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ما في أمته بأن لا يؤاخذ أحدا منهم ارتكب محظورا أو ترك واجبا خطأا أو نسيانا لا يكون بذلك في حكمه تعالى آثما أما بالنسبة لاستدراك ما أخطأ فيه من الواجبات أو نسيه وما يلزمه من أجل فعل المحظورات فذلك يرجع إلى الأدلة التفصيلية فقد يلزمه بعض الأحكام كالدية والكفارة في القتل خطأ واستدراك ما نسيه أو أخطأ فيه كسجود السهو وقضاء الصلاة المنسية وجزاء الصيد في الحرم أو كفارته الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع الطراءة في جواب السؤال المتعلق بحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه نقول أما بالنسبة لاستدراك ما أخطأ فيه من الواجبات أو نسيه وما يلزمه من أجل فعل المحظورات فذلك يرجع إلى الأدلة التفصيلية فقد يلزمه بعض الأحكام كالدية والكفارة في القتل خطأ واستدراك ما نسيه أو أخطأ فيه كسجود السهو وقضاء الصلاة المنسية وجزاء الصيد في الحرم أو كفارته وقد لا يلزمه شيء كقضاء الصوم إذا أفطر المكلف ناسيا وكفارة الحنث في اليمين إذا حنث ناسيا وكذا المكره الذي لا قدرة له على التخلص إلا بفعل ما أكره عليه من المحظورات فلا إثم عليه في فعل ما أكره عليه ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان مستنكرا لما أكره عليه من المحرمات غير مستحل له إلا الإكراه بالقتل على القتل فيأثم بقتل من أكره على قتله لما في ذلك من جعل قتله لغيره فداء لنفسه أما الإكره على ترك واجب فلا إثم عليه في تركه لكن عليه أن يؤديه بعد زوال المانع حسب ما تقتضيه الأدلة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر سؤال إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ما المقصود بهذا الحديث ومتى يطبق جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد معناه أن إبلاغ السلطان الظالم الحق بالمشافة أو الكتابة ونحوهما أفضل أنواع الجهاد قال المناوي في شرح الجامع الصغير لأن ظلم السلطان يسري إلى جن من غفير فإذا كفه فقد أوصل النفع إلى خلق كثير بخلاف قتل الكافر انتهى كلامه وهو من مناصحة ولاة الأمور في كل زمان لمن قدر عليه مع العلم والحلم والصبر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قال صلى الله عليه وسلم إن أمتي مرحومة لا تعذب في الآخرة عذابها في الدنيا الزلازل والفتن رواه أبو داود في سننه في باب الفتن ما معنى هذا الحديث جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث في سنده عبد الرحمن ابن عبد الله بن عطبة ابن مسعود الهدلي المسعودي الكفي قال المنذري استشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد وقال العقيلي تغير في آخر عمره في حديثه الطراب وقال ابن حبان اختلط حديثه فلم يتميز فاستحق الترك ثم متنه منكر وشاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أن كثيرا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعذبون في الآخرة كما في حديث الشفاعة الطويل وغيره سؤال قال صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوضا ولهذا قال معاوية رضي الله عنه بعد انقضاء الثلاثين سنة أنا أول الملوك من رسالة أبي زيد القيرواني في الجزء الأول الصفحة السادسة والتسعين ما معناه هذا الحديث جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وأبو يعلى في المسند وابن حبان في صحيحه والترمذي في السنن ومعنى هذا الحديث بينه الحافظ في الفتح فقال أراد بالخلافة خلافة النبوة وأما معاوية ومن بعده فعلى طريقة الملوك ولو سموا خلفاء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم معنى حديث المرأة خلقت من ضلع أعوج سؤال ما تفسير حديث الرسول إن المرأة خلقت من ضلع أعوج ومن مقصود بلا أوجاج جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد معنى أن المرأة لا تخلو من أعوجاج في أخلاقها كالضلع فمن أراد كمالها لم يستطع ذلك إلا بطلاقها فالمشروع له الصبر والتغاضي عن بعض الأعوجاج مع الاستمرار في النصيحة والتوجيه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال معنى اللهم أحيني مسكينا رجاء شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحديث المذكور ضعيف ومعنىه لو صح هو أن يكون متواضع بعيدا عن أسباب الفتن لأن الغناء غالبا يكسب التكبر والوقوع في الفتن والمعاصي الله أعلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أسأل عن درجة هذا الحديث ويأتي زمان على الناس همومهم بطولهم وشربهم متاعهم وقبلتهم لثاؤهم ودينهم دراهمهم ودنانيرهم أولئك شر الخلق لا خلاق لهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا نعلم أن ما ذكرته حديث وذلك بعد المراجعة والتتبع في الكتب المؤلفة في هذا الشأن سؤال أيضا وجدت حديثا بهذا النص في جزء من مجلة فهل ورد حديث بهذا النص وهو حديث قدسي عن الله تبارك وتعالى إنني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي جواب نذكر في كتاب الإتحافات الثانية عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري سؤال هل يمكن أن توضح لنا كيف اختلاف الأئمة رحمة جواب روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في تركه وفيه واختلاف أصحابي لكم رحمة رواه البيهقي في المدخل بسند منقطع وأخرجه الطبراني والديلمي وفيه ضعف كما في كشف الخفاء ومنه تعلم أن الحديث ليس بصحيح وقد قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم الآية من سورة يونس وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم علم لا ينفع وجهل لا يضر وقصة نسخ كتاب دانيال سؤال دخل صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى جمعا من الناس على رجل فقال ما هذا قالوا يا رسول الله رجل علامة قال ومن علامة قالوا أعلم الناس بأنساب العرب وأعلم الناس بعربية وأعلم الناس بشعر وأعلم الناس بما اختلف فيه العرب فقال صلى الله عليه وسلم هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر أو كما قال صلى الله عليه وسلم والسؤال هل يعني هذا الحديث أن الإنسان إذا تعلم هذه الأشياء العربية والشعر لذاتها فإنها مغمومة أو لمعنى غير ذلك وما هي الأشياء والمعاني التي قد تفهم خطأا في ظاهر هذا الحديث وهل هناك أحاديث تتعارض مع هذا الحديث جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ورد في ذنب الشعر أحاديث كثيرة منها الصحيح ومنها غير الصحيح فمن الصحيح ما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف رجل قيحة حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعراء وقد كان من الصحابة رضي الله عنهم شعراء ومن أشهرهم حسان رضي الله عنه وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على شعره بل أمره أن ينافح عنه فكان يسلق المشركين بشعره وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان سحراء وإن من الشعر حكمة وعلى هذا يتبين أنه ليس كل الشعر مذمومة بل يذن منه ما كان ماجنة أو فيه إبطال حق أو نصر باطل أو شغل عن حق أو كان كذبا ونحو ذلك ويحمد ما كان ضد ذلك والشعر من جنس الكلام والأصل فيه الإباحة حتى يكون ما يخرجه عن ذلك وارجأ في ذلك إلى مقدمة دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني أما الأنساب فقد ورد في الحث على تعلمها أحاديث منها الصحيح وغيره وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عليما بالأنساب وكذا بعض الصحابة والناس في حاجة إلى معرفتها لصلة الأرحام وأداء حقوق الميراث إلى أهلها وتحمل الديات ونحو ذلك والمذنون إنما هو معرفتها للتفاخر وللعصبية والتماصر على الباطل والحديث المذكور في السؤال ذكره صاحب كتاب البيان والتعريف في معرفة أسباب ورود الحديث ابن حمزة الحسني فقال هذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر أخرجه الديراني عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم سببه كما في الجامع عن بقية عن ابن جعيج عن عطاء ابن عباس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرعى جمعا من الناس على رجل فقال ما هذا قالوا يا رسول الله رجل علامة قال وما العلامة قالوا أعلم الناس بأنساب العرب وبالشعر وبما اختلف فيه العرب فقال هذا فذكره انتهى وهذا سنده ضعيف لأن بقية وهو بقية ابن الوليد مدلس وقد عنعن ومتنه منكر سؤال جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال له أنت فلان ابن فلان قال نعم فضربه بعصة معه فقال ما لي يا أمير المؤمنين فقرأ عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إلى قوله لمن الغافلين فقرأها ثلاثة وضربه ثلاثة فقال الرجل ما لي فقال أنت نسخت كتب دانيال فقال مرني بأمرك أتبعه قال فانطلق فامحه ثم لا تقرأه أنت ولا تقرئه أحد من الناس فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبة كما قال لقد انتسخت كتابا من كتب أهل الكتاب وجئت وقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا نسخته لتزداد علما إلى علمنا فغضب صلى الله عليه وسلم فأمر بالصلاة جامعة وخطب فقال يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لي اختصارا ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا أي لا تتحيروا ولا يغرينكم المتهوكون وقال لعمر لا تسألوهم عن شيء فيحدثوكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني وجاء من حديث آخر عن ابن مسعود أنه قال كلاما بنفس المعنى ثم قال إن كنتم سائليهم لا محالة فانظروا ما واطأ كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه فهل هناك تعارض بين هذين الحديثين وحديث وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج بين قوسين هذه الأحاديث في الجزء الثالث من حياة الصحابة فضل العلم جواب ظاهر ما ورد في ذلك التعارض وقد بيّن ابن كثير في مقدمة تفسيره ذلك وبيّن المخرج منه فقال ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتباد فإنها على ثلاثة أقسام أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح والثاني ما علمنا كذبة مما عندنا ما يخالفه الثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه ويجوز حكايته لما تقدم وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود لأمر ديني انتهى كلامه وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل هذا الزمان هو المقصود من قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله صحابي ماذا أفعل عندما تكثر الفتن والفرقة فقال له ردا على سؤاله اعتزل الناس واجلس في بيتك وفي الصحيح في كتاب الفتن باب كيف الحال إذ لم يكن خليفة الحديث فما معناه أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم عندما تنزل النوازل بلا تزال وقال لو أن تعض على أصل شجرة نرجو توضيح هذا الحديث وأقوال العلماء فيه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد في الصحيحين وغيرهما واللفظ للبخاري عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك والزمان ليس خاصا بهذا الزمان وإنما هو عام في كل زمان ومكان من عهد الصحابة رضي الله عنهم زمن الفتنة والخروج على عثمان رضي الله عنه والمرض من اعتزال الناس زمن الفرقة ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح عن الطبري أنه قال متى لم يكن للناس إيمان فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشة من الوقوع في الشر ومتى وجد جماعة مستقيمة على الحق لزمه الانضمام إليها وتكثير سوادها والتعاون معها على الحق لأنها والحال ما ذكر هي جماعة المسلمين بالنسبة إلى ذلك الرجل وذلك المكان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم معنى غربة الإسلام ومعنى خير القرون قرني سؤال ما معنى بدأ الإسلام غريبة وسيعود غريبا كما بدأ وما معنى خير القرون قرني جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه وبعنى معنى بدأ الإسلام غريبة غربته بغربة أهله حيث دع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام سرع فآمن به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وزوجته خديجة ومولاه زيد ثم أخذ يعرض الإسلام على من يثق به فآمن به من آمن حتى زالت الغربة وانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا وفي آخر الدنيا تعود الغربة ثانية إلى دين الإسلام فلا يكون في القبيلة إلا الرجل الواحد على دين الإسلام ومعنى خير القرون قرني أن الأفضلية للقرن الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والقرن هو الجيل الذي يكون فيه الإنسان سمي قرنا من الاقتران لأن أهله يقترنون في أعمارهم وأحوالهم في زمن واحد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أحاديث سئل عن صحتها سؤال لقد قرأت حديثا في كتاب اسمه رياض الصالحين وهذا سؤال حول صحة حديث الاستغفار من الذنب ومعنى قرأت حديثا في كتاب اسمه رياض الصالحين تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي فصفحة الثالثة الثلاثمائة والخمس برقم حاء تقسيم ثلاثمائة واثنين وتسين باب الرجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال أذنب عبد ذنب فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنب فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنب فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنب فعلم أن له ربا يغفر ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليقول ما شاء متفق عليه فأرجو من ساداتي العلماء معلومات عن مدى صحة هذا الحديث ومعنى جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد حديث أبي مريرة رضي الله عنه القدسي أذهب عبد ذنب إلى آخره حديث صحيح ثابت فقد أخرجه كل من الإمام البخاري في كتابه الصحيح المسند كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال الإمام مسلم حدثني عبد الأعلى بن حماد حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال أذنب عبد ذنب فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنب فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنب فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنب فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك وقال البخاري حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا عمر بن عاصم حدثنا همام حدثنا إسحاق بن عبد الله سمعت عبد الرحمن بن أبي عمرة قال سمعت أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنب وربما قال أذنب ذنب فقال ربي أذنت ذنب وربما قال أصبت فاغفره فقال ربه عالم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به اغفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنب أو أذنب ذنب فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره فقال عالم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنب وربما قال أصاب ذنب فقال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي فقال عالم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثة فليعمل ما شاء في كتاب التوحيد أما معنى فلا إشكال فيه وهو أن العبد ما دام يذنب ثم يستغفر استغفار النادم التائب المقلع من ذنبه العازم أن لا يعود فيه فإن الله يغفر له ولا يفهم من قوله فليفعل ما شاء إباحة المعاصي والإثم وإنما المعنى هو ما سبق من مغفرة الذنب إذا استغفر وتاب قال الحافظ في الفتح قال ابن بطال في هذا الحديث إن المصر على المعصية في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له مغلبا للحسنة التي جاء بها وهي اعتقاده أن له ربا خالقا يعذبه ويغفر له واستغفاره إياه على ذلك يدل عليه قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ولا حسنة أعظم من التوحيد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية أو كما قال فما المقصود بالحديث في العصر الراهن وكيف نفهمه ونطبقه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وصحبه وبعد الحديث الأول لا نعلم صحته بهذا اللفظ وأما الحديث الثاني فأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن نافئ رحمه الله وقال لما خلع يزيد واجتمعوا على ابن مطيع أتاه ابن عمر رضي الله عنه فقال عبد الله بن مطيع أطرح لأبي عبد الرحمن وسادة فقال له عبد الله بن عمر إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعه لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة الجاهلية ومعنى الحديث أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ولي الأمر إلا أن يرى منه كفر دواح كما جاء ذلك في الحديث الصحيح كما أنه يجب على الأمة أن يؤمر عليهم أميرة يرى مصالحهم ويحفظ حقوقهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل هذا الحديث صحيح أم لا فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رهبانية في الإسلام جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث صحيح وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الثامن والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وله بقية على الشريط التاسع والأربعين إن شاء الله لازمنا مع التفسير سؤال ما مدى صحة هذا الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أين أبي قال له في النار فلما ولى قال له يا هذا أقبل أبي وأبوك في النار وما مدى صحة هذا الحديث أيضا من دخل السوق وقال حين يدخلها اشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتبت له ألف ألف حسنة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحديث الأول صحيح رواه مسلم في صحيحه والحديث الثاني قال فيه ابن القيم هذا الحديث معلول أعله أئمة الحديث وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال حديث منكر وضعفه غير واحد من أئمة الحديث وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ثلاث لا ترد اللبن والوسادة والعود هل هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحديث رواه الترمذي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن والمراد بالدهن الطيب ثم قال ترمغي هذا حديث غريب ورمز له السيطي في الجامعة الصغير برموز الحسن وسنده جيد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال سماية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس مئة عام من يصلح لهذه الأمة أمر دينها ولي بعض الاستفسارات ألف ما هو سند هذا الحديث ومتنه الصحيح ومن هو رويه باء ذكر هؤلاء الصالحين إن أمكن ذلك جيم ما معنى إصلاح أمر الدين وقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء جال كيف يستدل عليهم هاء ما مدى صحة القول أنهم يأتون على رأس الثانية عشر من كل قرن هجري جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا روا هذا الحديث أبو داود في سننه عن سليمان بن داود المهري قال أخبرنا عبد الله ابن وهم أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل ابن يزيد المعاثري عن أبي علقمة عن أبي هريرة فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة من يجدد لها دينها ثانيا هذا الحديث صحيح رواته كلهم ثقات ثالثا ورابعا معنى قوله صلى الله عليه وسلم يجدد لها دينها أنه كل من حرف الكثير من الناس عن جادة الدين الذي أكمله الله لعباده وأتم عليهم نعمته ورضيه لهم دينا بعث إليهم علماء أو عالما بصيرا بالإسلام وداعية رشيدة يبصر الناس بكتاب الله وسنة رسوله السابتة ويجنبهم البدع ويحذرهم محدثات الأمور ويردهم عن انحرافهم إلى الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فسمي ذلك تجديدا بالنسبة للأمة لا بالنسبة للدين الذي شرعه الله وأكمله فإن التغير والضعف والانحراف إنما يطرأ مرة بعد مرة على الأمة أما الإسلام نفسه فمحفوظ بحفظ كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة له قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون خامسا ليس في الحديث أن هؤلاء المصلحين يأتون على رأس السنة الثانية عشرة بل فيه أنهم يأتون بأمر الله وحكمته على رأس كل مئة سنة وهي القرن الهجري لأنه المتعارف عند المسلمين في ذلك الزمن وهذا فضل من الله ورحمة منه بإباده وإقامة للحجة عليهم حتى لا يكون لأحد عذر بعد البلاغ والبيان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ويل للعرب من شر قد اقترب هل هذا حديث صحيح؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ويل للعرب من شر قد اقترب هذه الجملة جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للنبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب شر قد اقترب فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد سفيان تسعين أو مئة قيل أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في كتاب جواهر البخاري حديث هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وقع الضباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء رواه أبو غريره رضي الله عنه يقول بأن الضباب لا يعمل إلا الأمراض فكيف يكون في أحد جناحيه دواء يقولون هذا لا يوافق العقل فهل هذا الحديث صحيح وبماذا نرد على هؤلاء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث صحيح سند رواه البخاري وله شواهد من طريق أبي سعيد عند النسائي وابن ماجه ومن طريق أنس بن مالك عند البزار ومثنه لا يتعارض مع العقل فإن العقل لا يدرك أن في جناحي الذباب داء أو دواء أو أن في أحدهما داء وفي الآخر شفاء وإنما يعرف ذلك إما عن طريق تجربة أو تحليل لمادة الجناحي وإجراء تجارب وإما عن طريق وحي إلى الرسول المعصوم ولم يثبت عن طريق التحليل والتجارب شيء من ذلك حتى يقال إنه معارض للحديث أو موافق إنما هو مجرد استبشاع من شأه نفرة الطبع البشري واشمئزاز النفس الإنساني أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يعرف ذلك عن دراسة وتحليل أيضا فإنه أمي عاش حياته في أمة أمية لا عهد لها بهذا الحكم وإنما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن وحي من الله تعالى الذي خلق كل شيء وعلم خواصه ألا يعلم من خلق وهو اللتيف الخبير فإذا ثبت الحديث سند وجاء الخبر وحيا ممن أحاط بكل شيء عيما على لسان الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وجب الحكم بصحة الحديث وكان الدعوى معارضة العقل له قولا لحمته الخرص وسداه الرجم بالغيب فوجب إطراحها وبذلك حصص الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال من بدى فقد جفى هل هو حديث وما مرتبته جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد جاء في كتاب كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق بهامش الجامع الصغير في الصفحة السابعة والتسائين تقسيم جيم أي في الجزء الثاني بلفظ من بدى جفى ومن اتبع الصيدة غفل رواه الطبراني رواه الطبراني وجاء في الجامع الصغير ومعه كنوز الحقائق في الصفحة الثانية عشر بعد المئة في الجزء الثاني بلفظ من بدى جفى رواه الإمام أحمد عن البراء ورمز له السيطي بأنه حسن وجاء فيه أيضا بلفظ من بدى جفى ومن اتبع الصيدة غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن وأشار إلى أنه أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس ورمز له بأنه حسن وقال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن سفيان حدثني أبو موسى عن وهب ابن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة سفيان ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفى ومن اتبع الصيدة غفل ومن أتى السلطان افتتن سؤال صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس إلى آخره هل هو حديث أو من كلام عمر جواب رواه أبو نعين في الحلية عن ابن عباس وقد ذكره السيطي في الجامعة الصغير بهذا اللفظ صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس العلماء والأمراء ورمز له السيطي بالضعف ونقل المناوي في شرحه للجامعة الصغير عن الحافظ العراقي أنه ضعيف وذكر أخونا العلمة الشيخ ناصر الدين الألباني في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة أنه موضوع لأن في إسناده محمد بن زياد اليشكر وهو كذب قاله أحمد وابن معين سؤال وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ وَلَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ أَلَى وَإِنَّهَا الْجَنَّةُ أَبَدَىٰ أَوْ الْنَارُ أَبَدَىٰ هَلْهُوَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُّ وَمَا حُكْمُ مَرْتَبَتِهِ جَوَاب لا نعلم له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يروى من كلام قص بن ساعدة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل هذه الأحاديث صحيحة؟ أَلِث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صوءة باء ملعون ملعون قيل من يا رسول الله؟ قال ضارب الدف وسامع المزمار جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رطوله وآله وصحبه وبعد حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة صحيح رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والتنمذي والنسائي وابن ماجه ضرب الدف لآلان النكاح مشروع للنساء خاصة واستعمال المزامير والموسيقى ونحوها من آلات الله والاستماع إليها ممنوع لما ورد من الأدلة الشرعية في تحريم ذلك أما الحديث ملعون 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 إلى آخره فلا نعلم له أصلا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما درجة حديث صلاة النهار مثنى مثنى جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحديث رواه أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي والترمزي وابن مادة في سننهم عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى قال الهيثمي حديث صحيح رواته كلهم ثقات وقول الدار قطني ذكر النهار وهو مزيد على الروايات فهو وهم من البارقي ممنوع لأنه ثقة احتج به مسلم وزيادة الثقة مقبولة انتهى كلامه فقول الدار قطني ذكر النهار مزيد على الروايات فهو وهم من البارقي هذا القول ممنوع لأنه ثقة احتج به مسلم وزيادة الثقة مقبولة انتهى كلامه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبا للغرباء قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون في الناس بعد فسادهم هل هذا الحديث صحيح ام ضعيف جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قصد الحديث في صحيح مسلم فقد اخرجه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبا للغرباء وام زيادة قيل من الغرباء الى آخره فقد أخرجها الإمام أحمد في المسند فعوى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل ومن الغرباء قال النزاع من القبائل الجزء الأول الصفحة الثامنة والتسعون بعد ثلاثمائة وخرج أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده طوبى للغرباء فقيل من الغرباء يا رسول الله قال أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر من من يطيعهم الحديث في الجزء الثاني الصفحة السابعة والسبعين والمئة وأخرج أيضا عن عبد الرحمن بن سنة بن نون المفردة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبة ثم يعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل يا رسول الله من الغرباء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس الحديث وبهذا نعلم أن الحديث صحيح وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في الصفحة السادسة والتسعين بعد المئتين من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم حديث يقول ما ساء عمل أمة قط إلا زخرف مساجدهم فما مدى صحة هذا الحديث جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث رواه ابن ماجة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف لأن في سنده جبارة ابن المفلس وهو ضعيف سؤال في نفس الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الصفحة المائتين حديث مسلم سيكون في ثقيف كذاب ومبير فكان الكذاب المختار الثقفي وكان تشيع للحسين وكان فيها الحجاج وكان فيه انحراف عن علي وشيعته وكان مبير فما المقصود بأنه كان مبير جواب المبير هو الذي يسفك الدماء ويعتدي على الناس ويظلمهم ومنهم الحجاج ابن يوسف الثقفي سؤال في مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري رحمه الله في الصفحة الواحدة والثمانين بعد المائتين حديث برقم تسعة وخمسين بعد الألف عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها فكيف التوفيق بين هذا الحديث والحديث الآخر أن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون البخاري كاف اثنان وخمسون باء ومذكورا أيضا في مسلم والتلمذي وابن ماجر ومسندي أحمد وموطئ مالك كما يشير إلى ذلك كتاب مفتاح كنوز السنة جواب تحمل أحاديث ذنب السبق إلى الشهادة والمسارعة إلى أدائها قبل الاستشهاد على المستخفين بأمر الشهادة الذين لا يتحرون الصدق فيها ولا يبالون لضعف دينهم وقلة خوفهم من الله ويحمل حديث الثناء على من يؤدي الشهادة قبل أن يسألها على من تعينت عليه الشهادة فأداها قبل أن يسألها إثباتا للحق وخوفا من ضياعه لعدم من يشهد سواه وراجى في ذلك فتح الباري وفتح المجيد لمزيد الفائدة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني لا أدري هل هو صحيح أم كذب وأريد أن أعرف أصله وفي أي كتب الحديث ورد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ سَرِقَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَيَكُونُ زَانِيَا قَالَ نَعَمْ أَيَكُونُ كَاذِبًا قَالَ لا لا وفي لفظ آخر أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلاً قَالَ نَعَمْ أكون جبان قال نعم أكون كاذبا قال لا 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 أفيدون جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث رواه المنذري في باب الترغيب في الصدق والترهيب من الكذب من كتابه الترغيب والترهيب في الجزء الرعب بلفظ وعن صفوان ابن سليم قال قيل يا رسول الله أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟ قال نعم قيل له أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا؟ قال نعم قيل له أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا؟ قال لا رواه مالك مرسل وهو كما قال المنذري حديث مرسل والمرسل من قسم الأحاديث الضعيفة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أفتونا في صحة هذا الحديث إن لله أعبادة يفزع الناس إليهم في حوائدهم وهم الآمنون يوم القيامة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ذكر السيطي في الجامعة الصغير أن الطبرانية رواه في الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما بلظ إن لله أعبادا اختصهم بحوائد الناس يفزع الناس إليهم في حوائدهم أولئك الآمنون من عذاب الله ورمز له براموز الحسن وذكر المناوي في فيض القدير أن لطب رواية الطبراني فيه خلقا خلقهم لحوائد الناس يدل بدلا عن عبادا اختصهم وقال قال الهيثمي فيه شخص ضعفه الجمهور ويجد ابن طارق الراوي عنه لم أعرف وبقية رجاله رجال الصخيح وهذا يدل على ضعف الحديث سندا وعلى فرض صحته يستفاد منه الحف على قضاء حوائد الناس من بذل مال وتعليم علم وإرشاد سائر وإغاثة ملهوف وإنما يكون ذلك من الأحياء لا من الأموات وفيه مشروعية الاستعانة بالأحياء في قضاء المصالح ودفع المكروه أخذا بالأسباب العادية مع التوكل على الله وليس فيه دلالة على الفزع إلى الأموات واللدوء إليهم في قضاء الحاجات وكشف الكربات للنصوص الدالة على أن ذلك شرك بالله تعالى سؤال عن مدى صحة الأثرين الشائعين على ألسنة الناس أحدهم ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال إثر رجوعه من إحدى عزواته رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر والثاني ما ينسب إليه كذلك من قوله من تعلم لغة قوم أمن مكرهم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أما الحديث الأول وهو ما يروع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال إثر رجوعه من إحدى عزواته رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قالوا وما الجهاد الأكبر قال جهاد القلب قد أورده الغزالي في كتاب شرح عجائب القلوب من الإحياء وفي باب بيان شواهد النقل من أرباب البضايا وشواهد الشرع على أن الطريق في معالجة أمراض القلوب ترك الشهوات وقال العراقي في كتابه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار قال حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر البيهقي في الزهن من حديث جابر وقال هذا إسناد فيه ضعف وقال المناوي في فيض القدير شرح الجامعة الصغير بعد أن أورد الحديث قال رواه أي عن جابر البيهقي أيضا في كتاب الزهن وهو مجلد لطيف وقال إسناده ضعيف واتبعه العراقي انتهى ونقل السيطي في الدر المنثور عن ابن حجر أنه قال في كتابه تسديد القوس في كلامه على هذا الحديث هو مشهور على الألسنة وهو من كلام إبراهيم بن أبي عبلة في الكنى للنسائي انتهى وأما حديث من تعلم لغة قوم آمن مكرهم فلم نجده فيما اطلعنا عليه من كتب أهل الحديث ولعله قول بعض السلف ومعنى مصريح فإن من تعلم لغة قوم فجالسه علم ما يتحدثون فيه فأمن مكرهم به وأما ما يقتضيه من الترغيب في تعلم اللغات الأجنبية فإنه مشروع عند الحاجة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لسان اليهود ليكون واسطة مأمونة موثوخة بينه وبين اليهود في نقل كلامه إليهم وكلامهم إليه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يرجى بيان من قائل هذه العبارة فيه مدرسون يقولون حديث شريف وآخرون يقولون قول أحد الصحابة علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخير فآمل أن ترسل لنا الجواب الصحيح وبسند صحيح وجزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحديث رواه البيهقي عن ابن عمر وضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ علموا أبناءكم السباحة والرمي والمرأة المغزل ورواه البيلمي في مسند الفردوس عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ علموا بنيلكم الرمي فإنه نكاية العدو وفي سنده عبد الله بن عبيدة أورده الذهبي في الضعفاء وقال ضعيف ووثقه غير واحد وفيه أيضا منذر بن زياد قال فيه الدار قطني متروك ورواه ابن منده في المعرفة وأبو نوسى في الذيل والديلمي في مسند الفردوس عن بكر بن عبد الله بن الربيع الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ علموا أبناءكم السباحة والرمائها ونعم له المرأة في بيتها المغزل وإذا دعاك أبواك فأجب أمك وفي سنده سليم بن عمر الأنصاري قال الذهبي في الميزان روى عنه علي بن عياش خبرا باطلا وساق هذا الحديث لكن تعلما الرماية جاء فيه أحاديث صحيحة تدل على شرعيته وهو داخل في عموم قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الآية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما مدى صحة الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق لأن هناك من يضعفه ويقول إنه مرسل وكذلك متنه يقولون هل يبغض الله شيئا ويحله فإن الله لا مكره له جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد جاء في مختصر السنن لأبي داود عن محارب بن ذثار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق المنذري وأخرجه ابن ماجه والمشهور فيه المرسل وهو غريب وقال البيهقي وفي رواية ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولا ولا أراه يحفظه وفي رواية عن محارب بن ذثار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل شيئا أبغض إليه من الطلاق وهذا مرسل قال ابن القيم وقد روا الدارة قطني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق وفيه حميد بن مالك وهو ضعيف ونقل المناوي في فيض القدير أن ابن حجر قال ورجح أبو حاتم والدارة قطنيه الإرسال في حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق وأورده ابن الجوزي في العلل بسند أبي داود وابن ماجة وضعفه بعبيد الله الوصافي وقال يحيا ليس بشيء وقال النسائي نترك الحديث لكن رواه أبو داود رحمه الله بإثناد متصل صحيح عن معروف ابن واصل عن محارب ابن دثار عن ابن عمر مرفوع وليس فيه عبيد الله ابن الوليد الوصافي النبي أعله به ابن الجوزي وبذلك يطبح لك صحة الحديث المتصلة لا مرسلة ويقول المرسل حينئذ مؤيدا للمتصل لا قادحا فيه أما متنه فليس فيه نكارة لأنه ليس في إحلال الطلاق وبغضه كنافي لأن الله سبحانه حكيم عليم أحله للعباد عند حاجتهم إليه وكرهه لهم عند عدم الحاجة إليه ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها خرجه الإمام مسلم في صحيحه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في مسجد أربعين صلاة دون أن يفوته فرد غفر الله له ما تقدم من ذنبه اثنان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في مسجد أربعين يوما دون أن يفوته فرد يخرج من ذنوبه كما ولدته أمه هل نص الحديثين صحيح؟ جواب فضلا اقلب الشريط لتتابع جواب هذا السؤال الوجه الثاني يبدأ حالا ونبدأ على هذا الوجه جواب السؤال السابق عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في مسجد أربعين صلاة الحديث والثاني من صلى في مسجد أربعين يوما الحديث جواب الحديث ضعيف ومضطرب لاختلاف وقع في متنه وسنده وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال حديث في صحيح الجامع يقول كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم هل الدعاء المقصود به الصلاة أم خارج الصلاة في الدعاء العادي؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث ليس بصحيح وقد نبه صاحب الجامع الصغير على ضعفه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هي درجات الأحاديث التالية؟ ألف إن الله تعالى يحب الفقير المتعفف أبا ليال باء إن الله تعالى يحب الحي المتعفف ويبغض البذيء السائل الملحف جيم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس دال من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني ها النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن تركها خوفا من الله تعالى أعطاه الله تعالى إيمانا يجد حلاوته في قلبه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الحديث الأول إن الله تعالى يحب الفقير المتعفف أبا ليال رواه ابن ماجة عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا ليال وفي سنده حمد بن عيسى الجهني قال الذهبي ضعفوه وموسى بن عيد الرندي قال في الكشاف ضعفوه وفي الضعفاء عن أحمد لا تحل الرواية عنه وفي سنده أيضا القاسم بن مهران لم يسمع من عمران بن حسين وقال الحافظ العراقي سنده ضعيف وقال السخاوي لكن له شواهد ورمز له السيطي في كتابه الجامع الصغير براموز الحسن أما الحديث رقم باء إن الله تعالى يحب الحي المتعفف ويبغض البذيئة السائل الملحف رواه البزار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إن الله يحب الحي الحليم المتعفف ويبغض البذيئة الفاجر السائل الملح وقال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكره فيه محمد بن كثير وهو ضعيف جدا وذكر الطبراني له عن ابن مسعود رضي الله عنه ثم قال فيه سوار بن مصعب وهو متروك انتهى كلامه لكن الجملة الأولى والجملة الثانية ثابتتان في الصحيحين الحديث رقم جيم ليس الغنى عن كثرة العرض إلى آخر الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس الحديث رقم دال من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني خرجه ابن الجوزي في العلل عن أنس رضي الله عنه مرفوعا وقال لا يصح ورواه الطبراني في معاجمه عن أنس مرفوعا بلفظ من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي قال الحافظ العراقي سنده ضعيف ورواه الحاكم في المستدرك عن أنس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي ورمز له السيطي في الجامع الصغير بالصحة الحديث رقم هاء النظرة سهم مسموم من سهام إبليس الحديث رواه الطبراني بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النظر سهم من سهام إبليس مسموم من تركه بعد مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما مدى صحة الحديث الذي ورد إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان أو كما ورد جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وصحبه وبعض هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الترمذي فيه حسن غريب وقال الحاكم ترجمة صحيحة نصرية وتعقبه الذهبي بأن فيه دراج بن سمعان وهو كثير المناكير وهو في روايته عن أبي الهيثم أشد ضعفا من روايته عن غيره وقال مغلطاي في شرح سنى ابن ماجة حديث ضعيف ورمز له السيطي في كتابه الجامع الصغير برموز الصحة وقال الإمام أحمد حديث لدراج منكر وقال الدار القطني في موضع دراج ضعيف وفي آخر دراج متروك سؤال ما مدى صحة الحديث الذي ورد في مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء سواء في القنوط أم غيره أو النفث فيهما ثم المسح بهما على سائر الجسم أو بعضه عند آية مناسبة يرفع فيها أكف الضراءة إلى الله وما رأيكم بجواز ذلك أو عدمه جواب أولا عند ابن ماجة إذا دعوت الله فادعو ببطون كفيك ولا تدعو بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك رواه ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكره السيطي في الجامعة الصغير ورمز له براموز الحسن ولكن قال ابن الجوزي لا يصح فيه صالح ابن حسان متروك وقال ابن حبان كان صاحب قينات وسماع وكان يروي الموضوعات عن الأثبات وضعفه أحمد وابن معين وأبو داود وأبو حاتم والدارا قطني وقال البخاري منكر الحديث وقال أبو نعيم الأصبهاني منكر الحديث متروك ثانيا نصه عند التلمذي هكذا قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا حدثنا حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه قال محمد بن المثنى في حديثه لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى وقد تفرد به وهو قليل الحديث وخنظلة بن أبي سفيان واثقه يحيى بن سعيد القطان انتهى ولكن في سنده حماد بن عيسى وهو ضعيف وقد تفرد به على ما ذكره التلمذي وإذا كان الدعاء عبادة مشروعة ولم يثبت في مسح الوجه بالكفين عقبه سنة قولية ولا عملية برعوية ذلك من طرق ضعيفة فمسح الوجه بهما بعد الدعاء غير مشروع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قرأت في آخر تفسير ابن كثير قوله ذكر الدعاء المأثور لتحفيظ القرآن وطرد النسيان باختصار السند عن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب يا رسول الله القرآن يتفلت من صدري فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علمته قال نعم بأبي أنت وأمي قال صلي ليلة الجمعة أربع ركعات تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وياسين وفي الثانية بفاتحة الكتاب وبحاميم الدخان وفي الثالثة بفاتحة الكتاب وبحاميم تنزيل السجدة وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل فإذا فرغت من التشهد فحمد الله وأثني عليه وصل على النبيين واستغفر للمؤمنين ثم قل اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني وارحمني من أن أتكلف ما لا يعينني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حب كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني وأسألك أن تنور بالكتاب بصري وتطلق به لساني وتفرج به عن قلبي وتشرح به صدري وتستعمل به بدني وتقويني على ذلك وتعينني عليه فإنه لا يعينني على الخير غيرك ولا موفق له إلا أنت ففعل ذلك ثلاث جمع أو خمسا أو سبعة تحفظه بإذن الله وما أخطأ مؤمنا قط فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بسبع جمع فأخبره بحفظ القرآن والحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن ورب الكعبة علم أبا الحسن علم أبا الحسن وهذا سياق الطبراني فالمرج من سماحة الشيخ أن يجيب على هذه التساؤلات واحد هل الحديث صحيح أم ضعيف اثنان هل يعمل بالحديث الضعيف أو المرسل أو المعلق أو غيره في العبارة مثل هذا الحديث إن كان ضعيفا وخصوصا عبادة الصلاة وفضلها العظيم ثلاثة هل هذا لا يؤثر في العقيدة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا هذا الحديث قال فيه ابن كثير من البين غرابته بل نكارته انتهى كلام ابن كثير ونحن لا نعلم طريقا من طرقه يدل على ثبوته ثانيا الأحاديث التي لا تقوم بها حجة لا يعتمد عليها في التشريع وننصحك بالرجوع إلى خراءة مصطلح الحديث ونخص من ذلك مقدمة ابن صلاح ونخبة الفكر لابن حجر وشرحها نزهة النظر له أيضا حتى تتمكن من معرفة ما يحتج به من الأحاديث وما لا يحتج به على التفصيل ثالثا لا مانع من استعمال هذا الدعاء لأنه دعاء طيب ليس فيه محظور شرعه ولكن بدون الصلاة المذكورة لعدم الدليل على شرعيته أما الدعاء فلا بأس أن يدعى الإنسان بما شاء من الدعاء الذي ليس فيه محظور شرعه وإن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما علم أصحابه التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام ثم ليختر من المسألة ما شاء وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء ولم يخصص دعاء دون دعاء والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بناء على ما جاء في كتاب قصص الأنبياء لابن كثير أنه يوجد نبي من أنبياء الله اسمه خنطلة بن صفوان مع العلم أنه سبق أن نشر تعدة كتب ومؤلفات لم تتضمن اسم هذا النبي فرجاء منكم أن تتفضلوا علينا الإجابة الصحيحة وكذلك إرشادنا إلى أي مؤلف أو كتاب ذكر فيه اسم هذا النبي كما نطلب منكم توضيح من هو العبد الأسود الذي سيدخل الجنة هو الأول وطبعا إن الحافظ ابن كثير أشار إليه في نفس الكتاب المذكور قصص الأنبياء في الجزء الأول الصفحة التاسعة والثلاثين بعد المائتين في باب أصحاب الرس المجلد الصادر عن دار مصر للطباعة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما ذكر من أن الله تعالى بعث نبيا يسمى حنظلة بن صفوان وأن قومه قتلوه نقله ابن كثير عن السهيلي في كتاب البداية ولم يذكر السهيلي ولا ابن كثير له سند ولم ينسبه لأحد ومثل هذا لا يعتمد عليه وحديث إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود غير صحيح فيما نعلم وقد ذكره ابن كثير في البداية وقال إنه مرسل لأن محمد بن كعب القرضي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وبالله توفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهوى مغفرة لصاحبه ما لم يعمل به أو يتكلم رواه أبو نعيم وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما فإن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون رواه أبو يعلى عن أبي بكر ما معنى ما تشابه في الحديثين الهوى مغفرة وأهلكتهم بالأهواء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الحديث الأول لا نعرف صحته والحديث الصحيح المشهور في هذا الباب هو ما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم أما الحديث الثاني فقد عزه السيطي في الجامع الصغير إلى أبي يعلى ورمز له بعلامة الضعيف والمراد بالأهواء البدع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما مدى صحة حديث إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقول ذكر الله من ذكرني جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو ضعيف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرفق لسماحتكم نسخة من منشور وجدته في أحد المساجد بالرياض وهو يتضمن حديثا رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقد قرأت الحديث أثناء وجودي في المسجد وسألني عن صحته بعض الحاضرين والتمست ذلك في مسانيد خالد رضي الله عنه من كتاب المسند للإمام أحمد وغيره فلم أعثر على هذا الحديث ووجدت في نفسي شيئا منه فآملوا تكرم سماحتكم بإفادة عن مدى صحة هذا الحديث ونسبته إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم حفظكم الله وأجزل مثوبتكم ونص الحديث ما يلي عن خالد ابن الوليد رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أسألك عما يغنيني في الدنيا والآخرة قال له صلى الله عليه وسلم سل عما بدى لك قال أريد أن أكون أعلم الناس فقال صلى الله عليه وسلم اتق الله تكن أعلم الناس قال أريد أن أكون أغنى الناس قال صلى الله عليه وسلم كن قانعا تكن أغنى الناس قال أحب أن أكون أعدل الناس قال صلى الله عليه وسلم أحب للناس ما تحب لنفسك تكن أعدل الناس قال أحب أن أكون خير الناس قال صلى الله عليه وسلم كن نافعا للناس تكن خير الناس قال أحب أن أكون أخص الناس إلى الله قال صلى الله عليه وسلم حسن خلقك أو أكثر ذكر الله تكن أخص الناس إلى الله قال أحب أن يكمل إيماني قال صلى الله عليه وسلم حسن خلقك يكمل إيمانك قال أحب أن أكون من المحسنين قال صلى الله عليه وسلم أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أحب أن أكون من المطيعين قال صلى الله عليه وسلم أدي فرائض الله تكن من المطيعين قال أحب أن ألقى الله نقيا من الذنوب قال قال صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة متطهرا تلقى الله نقيا من الذنوب قال أحب أن أخضر يوم القيامة في النور قال لا تظلم نفسك ولا تظلم أحد تحشر يوم القيامة في النور قال أحب أن يرحمني ربي يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم ارحم نفسك وارحم عبادة يرحمك ربك يوم القيامة قال أحب أن تقل ذنوبي قال صلى الله عليه وسلم أكثر من الاستغفار تقل ذنوبك قال أحب أن أكون أكرم الناس قال صلى الله عليه وسلم لا تشكو من أمرك شيئا إلى الخلق تكن أكرم الناس قال أحب أن أكون أقوى الناس قال صلى الله عليه وسلم توكل على الله تكن أقوى الناس قال أحب أن يوسع الله علي في الرزق قال دم على الطهارة أو أدم على الطهارة يوسع الله عليك في الرزق قال أحب أن أكون من أحباب الله ورسوله قال صلى الله عليه وسلم أحب ما أحبه الله ورسوله تكون من أحبابهما قال أحب أن أكون آمنا من سخط الله قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب على أحد من خلق الله تكون آمنا من سخط الله يوم القيامة قال أحب أن تستجاب دعوتي قال صلى الله عليه وسلم إجتنب أكل الحرام تستجاب دعوتك قال أحب أن لا يفضحني ربي يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم احفظ فرجك من الزنا كي لا يفضحك ربك يوم القيامة قال أحب أن يسترني ربي يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم أستر عيوب إخوانك يسترك الله يوم القيامة قال ما الذي ينجي من الذنوب أو قال من الخطايا قال صلى الله عليه وسلم الدموع والخضوع والأمراض قال أي حسن أعظم عند الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم حسن الخلق والتواضع والصبر على البلاء قال أي سيئة أعظم عند الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم سوء الخلق والشح المطاع قال ما الذي يسكن غضب الرب في الدنيا والآخرة قال الصدقة الخفية وصلة الرحم قال ما الذي يطفئ نار جهنم يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم الصبر في الدنيا أعلى البلاء والمصائب قال الإمام المستغفري ما رأيت حديثا أجمع وأشمل لمحاسن الدين وأنفع من هذا الحديث جمع فأوعى رواه الإمام أحمد بن حنبل جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قال في كنز العمال في الجزء السادس عشر أنه وجد هذا الحديث بخط الشيخ شمس الدين بن القماح في مجموع له عن أبي العباس المستغفري قال قصدت مصر أريد طلب العلم من الإمام أبي حامد المصري والتمست منه حديث خالد بن الوليد فأمرني بصوم سنة ثم عاودته في ذلك فأخبرني بإسناده عن مشايخه إلى خالد بن الوليد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك في الدنيا والآخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عما بدى لك إلى آخر الحديث المذكور وبهذا تعلم أن الحديث غير صحيح لما في سنده من المجاهيل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرجو الإفادة عن صحة الأحاديث الآتية الأول من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني الثاني من زارني بعد موتي فكأنما زار في حياتي الثالث من زارني بالمدينة محتسبة كنت له شفيعا شهيدا يوم القيامة لأنها وردت في بعض الكتب وحصل منها إشكال واختلفت فيها على رأيين أحدهما يؤيد هذه الأحاديث والثاني لا يؤيدها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أما الحديث الأول فقد رواه بن عدي والدار قطني من طريق عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ من حج ولم يزرني فقد جفاني وهو حديث ضعيف بل قيل فيه إنه موضوع أي مكذوب وذلك أن في سنده محمد بن النعمان ابن شبل الباهلي عن أبيه وكلاهما ضعيف جدا وقال الدار قطني أطان في هذا الحديث على ابن النعمان لا على النعمان روى هذا الحديث البزار أيضا وفي إسناده إبراهيم الغفاري وهو ضعيف ورواه البيهقي عن عمر قال وإسناده مجهول أما الحديث الثاني فقد أخرجه الدار قطني عن رجل من آل حاطب عن حاطب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ وفي إسناده الرجل المجهول ورواه أبو يعلى في مسنده وابن عدي في كامله وفي إسناده خفص بن أبي داود وهو ضعيف الحديث أما الحديث الثالث فقد رواه ابن أبي الدنيا عن طريق أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ وفي إسناده سليمال بن زيد الكعبي وهو ضعيف الحديث ورواه أبو داود الطيالسي من طريق عمر وفي إسناده مجهول هذا وقد وردت أحاديث صحيحة في الحث على زيارة القبور عامة للعبرة والاقتعاض والدعاء للميت وأما الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكلها ضعيفة بل قيل إنها موضوعة فمن رغب في زيارة القبور أو في زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة شرعية للعبرة والاتعاض والدعاء للأموات والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن صاحبيه دون أن يشد الرحال أو ينشئ سفرا لذلك فزيارته مشروعة ويرجى له فيها الأجر ومن شد الرحال أو أنشأ لها سفرا فزيارته زيارة مبتدعة لم يصح فيها نص ولم تعرف عن سلف هذه الأمة بل وردت النصوص بالنهي عنها كحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى رواه البخاري ومسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما مدى صحة حديث من عشق فعف وكتم ما تشهيد وهل يقصد بالعشق الحلال زوجة الإنسان أو يقصد به خلاف ذلك اثنان إن تقويم أم القرى كتب هذا الحديث في التقويم فهل هو مستند على صحة هذا الحديث أو يريد تعبئة الأوراق فقط ثلاثة إن هذا الحديث يضل به بعض الناس حيث يستبيح لغة العشق فيقع في الحرام فما رأيك؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث روي من عدة طرق بألفاظ مختلفة لكن لا يصح شيء منها فروي من طريق سويد بن سعيد عن علي ابن مسهر عن أبي يحي القتات عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريق سويد عن علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنكر على سويد رواية هذا الحديث من قبل جماعة من أئمة الحديث منهم أبو أحمد ابن عدي والبيهقي والحاكم وابن طاهر ويحي بن معين وقال هو ساقط كذاب وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات وقال الإمام أحمد في سويد بن سعيد إنه متروك الحديث وقال النسائي ليس بثقة وقال البخاري كان قد عمي فتلقنا ما ليس من حديثه وقال ابن حبان يأتي بالمعضلات عن الثقات يجب اجتناب ما روا وقال أبو حاتم الرازي صدوق كثير التدليس واعتذر مسلم عن إخراجه حديثه في صحيحه بأنه لم يأخذ عنه إلا ما كان عاليا وتوبع عليه ولأجل هذا أعرض رواية هذا الحديث في صحيحه وقد روا هذا الحديث الحاكم من طريق محمد بن داود ابن علي الطاهري عن أبيه عن سويد وتعجب منه وأخرجه ابن الجوزي من طريق محمد ابن المرزبان عن أبي بكر الأزرق عن سويد وما تقدم من الطعن في سويد كاف في رد هذا الحديث من طريقه وقد روي هذا الحديث من غير طريق سويد فرواه ابن الجوزي في العلل من طريق ابن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس وأضاعف أحمد بن حنبل يعقوب ورواه الخطيب من طريق الزبير بن بكر عن عبد الملك ابن الماجشون عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس وعبد الملك هو ابن عبد العزيز الماجشون كان فقيها لكنه ضعيف في الحديث قال أبو داود كان لا يعقل الحديث وقال الساجي ضعيف الحديث صاحب رأي وقال مصعب الزبيري كان يفتي وكان ضعيفا في الحديث وقال ابن حجر في التخليص الحذير وهذه الطريق غلط فيها بعض الرواه فأدخل إسنادا في إسناد وقد قوى بعضهم هذا الخبر حتى يقال إن أبا الوليد الباجي نظم في ذلك إذا مات المحب جوا وعشقا فتلك شهادة يا صاح حقا رواه لنا ثقات عن ثقات إلى الحبر ابن عباس ترقا ولكن ما تقدم من الجرح المبين في سويد بقبوله التلقين بعد أن عميه وبتدليسه وقد عنعن في روايته عمن فوقه ورواية المناكير كاف في الحكم بعدم صحة هذا الحديث انتهى الشريط التاسع والاربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإبتاء وله بقية على الشريط الخمسين إن شاء الله الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخمسون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإبتاء ومعه نعيد قراءة مصر السؤال قبل أن نشرع في الجواب عليه سؤال ما مدى صحة حديث من عشقا فعفا وكتم ما تشهيدا وهل يقصد بالعشق الحلال زوجة الإنسان أو يقصد به خلاف ذلك إثنان إن تقويم أم القرى كتب هذا الحديث في التقويم فأنه مستند على صحة هذا الحديث أو يريد تعبئة الأوراق فقط ثلاثة إن هذا الحديث يضل به بعض الناس حيث يستبيح لغة الأشق فيقع في الحرام فما رأيك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث روي من عدة طرق بألفاظ مختلفة لكن لا يصح شيء منها فروي من طريق سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريق سويد عن علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنكر على سويد رواية هذا الحديث جماعة من آئمة الحديث منهم أبو أحمد بن عدي والبيهقي والحاكم وابن طاهر ويحيى بن معين وقال هو ساقط كذاب وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات وقال الإمام أحمد في سويد بن سعيد إنه متروك الحديث وقال النسائي ليس بثقة وقال البخاري كان قد عمي فتلقن ما ليس من حديثه وقال ابن حبان يأتي بالمعضلات عن الثقات يجب جتناب معروة وقال أبو حاتم الرازي صدوق كثير التدليس واعتذر مسلم عن إخراجه حديثه في صحيحه بأنه لم يأخذ عنه إلا ما كان عاليا وتوبع عليه ولأجل هذا أعرض عن رواية هذا الحديث في صحيحه وقد روا هذا الحديث الحاكم من طريق محمد بن داود يلن عريل الطاهري عن أبيه عن سويد وتعجل منه وأخرجه ابن الجوزي من طريق محمد ابن المرزبان عن أبي بكر من الأزرق عن سويد وما تقدم من الطعن في سويد كاف في رد هذا الحديث من طريقه وقد روا هذا الحديث من غير طريق سويد وناس آخر فرواه ابن الجوزي في العلل من طريق ابن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس وضعف أحمد بن حنبل يعقوب ورواه الخطيب من طريق الزبير بن بكر عن عبد الملك بن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس وعبد الملك هو ابن عبد العزيز الماجشون كان فقيها لكنه ضعيف في الحديث قال أبو داود كان لا يعقل الحديث وقال الساجي ضعيف الحديث صاحب رأي وقال مصعب الزبيري كان يفتي وكان ضعيفا في الحديث قال ابن حجن في التلخيص الحبير وهذه الطريق غلط فيها بعض الرواة فأدخل إسنادا في إسناد وقد قوع بعضهم هذا الخبر حتى يقال إن أبا الوليد الباجي نظم في ذلك إذا مات المحب جوا وعشقه فتلك شهادة يعصاح حقا رواه لنا ثقات عن ثقات إلى الحبر بن عباس ترقع ولكننا تقدم من الجرس المبين في سويد بقبوله التلقين بعد أن عن وبتبليزه وقد عنعن في روايته عمن فوقه ورواية المناكير كاف في الحكم بعدم الصحة هذا الحديث على كل الطرق التي تدور عليه كما تقدم أنه غير صحيح من طريق يعقوب بن عيسى وطريق الزبير بن بكار لضعف يعقوب وعبد الملك بن الماجشون يضاف إلى هذا ما ذكره ابن قيم الجوزية وابن معين والحاكم وغيرهم من نكارة متنه حتى قال أبو عبد الله ابن القيم إن نكارة متنه كافية في رده جواب على النقطة الثانية مما تقدم في الجواب عن الفقرة الأولى من السؤال يتبين أن الحديث غير صحيح لضعف أساميده ونكارة متنه وأما كتابة من يتولى تقويم أم القرى لهذا الحديث في أوراق التقويم فربما كان لعدم معرفته لضعف هذا الحديث ولعلهم إذا تبين لهم ضعفه أو وضعه وكذبه تركوه حماية لأنفسهم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التغريد بالناس لذريعة الشر فإن الناس في حاجة إلى ما يفطمهم عن الشر ويعصمهم منه لا إلى ما يغريهم به ويوقعهم فيه جواب النقطة الثالثة ما ذكره السائل من أن نشر هذا الحديث يفتح على الناس باب الفتنة ويغريهم بالشغ وارتكاب المنكرات كلام صحيح يؤيده الواقع فيجب القضاء على ذلك قدرا مستطع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن من طريق أبي سعيد الخضري رضي الله عنه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هناك تقويم توزعه وكالة سايكو للساعات الحصين وشركاه يوزع مجانا دعاية لتجارتهم في هذا النوع من التجارة والحاصل أنه في تاريخ الثالث والعشرين من المحرم سنة ثلاث وعربعمائة وألف هجرية في نفس الورقة التي بالتقويم والتي تحمل التاريخ المذكور في الخلف منها مكتوب حديث مكتوب فيه بالخط العريض ما يلي من أقوال الرسول الكريم من عاشق فعف وكتم ما تشهيد وهذا الحديث في ظاهره أنه غير صحيح والله أعلم قال تعالى وفوق كل ذيئلم عليم وقد كتبت هذا الخطاب إلى سماحتكم براءة للذمة لما أعلم مما ورد في الوعيد الشديد في الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم فمثل هذه التقاويم والصحف والنشرات والكتيبات يجب على وزارة الإعلام الانتباه فيما يكتبونه من الآيات والأحاديث والتأكيد على صحة ذلك إن كان صحيحا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ونرجو من سماحتكم الأمر على من يهنه الأمر بما ترونه صالحا وترون فيه خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث رواه الخطيب في ترجمة عطية بن الفضل لكن بلفظ من عشق فعف ثم مات مات شهيدا وفي سنده أحمد بن محمد بن مسروق ذكره الذهبي في الضعفاء وقال لينه الدار قطني وفيه أيضا سهيد بن سعيد الدقاق وهو منكر الحديث وإن كان قد أخرج له مسلم في المتابعات فقد قال فيه الإمام أحمد متروك وفيه أيضا أبو يحيى القتات ضعفه غير واحد وقال فيه ابن حبان فحش غلطه وكثر وهمه حتى سلك مسلك غير العدول في الرواية ورواه الخطيب أيضا في ترجمة عثمان المروزي بلفظ من عشق فكتم وعف ومات مات شهيدا وفي سنده سويد بن سعيد وقد قال ابن معين لو كان لي فرس ورمح لغزوته وقال ابن الجوزي دار الحديث عليه فهو لا يصح من أجله ورواه الحاكم من طرق كلها هذا الطريق أمثلها وقال ابن القيم هذا الحديث والذي قبله كل منهما موضوع نقول قال ابن معين لو كان لي فرس ورمح لغزوته وقال ابن الجوزي دار الحديث عليه فهو لا يصح من أجله ورواه الحاكم من طرق كلها هذا الطريق أمثلها وقال ابن القيم هذا الحديث والذي قبله كل منهما موضوع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أتقدم لفضيلتكم أراضيا منكم حفظكم الله ذخرا للإسلام أن تجيبوا على هذا السؤال قال صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتركهم وما يدينون السؤال هل هذا الحديث وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان واردا فما هي درجة صحته وهل يعمل به الآن أم نسخ الحديث غيره هذا إذا كان واردا أو كان مكتوبا فأرجو إضاحة ذلك الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا نعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ أمرنا أن نتركهم وما يدينون ولا بمعناه بل هو مخالف للكتاب والسنة الصحيحة الآمرة بإبلاغ الشريعة وجهاد من لم يستجب لها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تمن إلا أن تأتي أشياء وهي ألف قراءة القرآن كله باء التصدق بأربعة آلاف درهم جين زيارة الكعبة دال حفظ مكانك في الجنة هاء ارضاء الخصوم فقال عليه كرم الله وجهه وكيف ذلك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تعلم أنك إذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات فقد قرأت القرآن كله وإذا قرأت الفاتحة أربع مرات فقد تصدقت بأربعة آلاف درهم وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات فقد زرت الكعبة وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات فقد حفظت مكانك في الجنة وإذا قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فقد أرضيت الخصوم فضلة الشيخ الرجاء من فضيلتكم توضيح سند هذا الحديث وهل هو حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث لا أصل له بل هو من الموضوعات من كذب بعض الشيعة كما نبه على ذلك آئمة الحديث وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كتب أحد الكتاب في إحدى الجرائب اليومية في دولة الإمارات العربية المتحدة مقالا ذكر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال العقد شريعة المتعاقدين إلا عقدا حرم حلالة أو أحل حرامة ونظرا لأن المحفوظ عندي هو المسلمون عند شروطهم إلا شرطة إلى آخر الحديث أو المؤمنون عند شروطهم كما في روايات أخرى أخذت أبحث عن هذا الحديث في كتب الحديث التي تحت يدي فلم أجده أرجو من سماحتكم إفادتنا عن ندى صحة هذا الحديث بالنص الذي ذكره الكاتب جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العقد شريعة المتعاقدين لا نعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ وإنما هو مما فهمه بعض المتعلمين من نصوص الشريعة كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وقوله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الآية فعبر عن فهمه من عند نفسه بالعبارة المذكورة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أسأل عن درجة هذا الحديث يأتي زمان على الناس همومهم بطولهم وشربهم متاعهم وقبلتهم نساؤهم ودينهم دراهمهم ودنانيرهم أولئك شر الخلق لا خلاق لهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا نعلم أن ما ذكرته حديث وذلك بعد المراجعة والتتبع في الكتب المؤلفة في هذا الشأن والأظهر أنه موضوع سؤال أيضا وجدت حديثا بهذا النص في جزء من مجلة فهل ورد حديث بهذا النص وهو حديث قدسي عن الله تبارك وتعالى إنني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي جواب ذكر في كتاب الإتحافات السنية عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى إنني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما قولكم في حب الوطن من الإيمان والنظافة من الإيمان والتدير نصف المعيشة أو الاقتصاد نصف المعيشة هل هذه أحاديث صحيحة أم حكم فقط جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما ذكرته من الجمل ليست بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي كلمات جرت على ألسنة الناس وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لا تجعلوا آخر طعامكم ماء ونحكم بالظاهر والله يتولى الصرائر حديثان ينسبان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم أنه بحث عنهما في مراجع من كتب السيرة والسنة أي السائل أو المستفتي فلم يعطل عليهما أفيدونا بصحتهما أو نفيهما جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبع أولا حديث لا تجعلوا آخر طعامكم ماء لما اطلع عليه بعد البحث في مضانه والظاهر أنه موضوع ثانيا حديث نحكم بالظاهر والله يتولى الصرائر جاء في كشف الخفاء ومزيل الإلباس لما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس بهذا اللفظ أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى الصرائر وقد جزم العراقيه بأنه لا أصل له بهذا اللفظ وكذا المزيل وغيره ولكن معنى ورد في عدة أحاديث ويمكنك الرجوع إلى كشف الخفاء لمزيد الإضاح وحديث أم سلمة المشهور المخرج في الصحيحين يدل على هذا المعنى سؤال علموا أبناءكم السباحة وركوب الخيل هل هذا حديث أو قولة لأحد الصحابة جواب الحديث بهذا اللفظ لم نطلع عليه ولكن لبعضه شواهد تدل على أن له أصلا كما في كشف الخفاء للعجلوني والجامع الصغير للسيوطي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافحتم النصارى فتطهروا فهل نغسل أيدينا بعدما نصافحهم أم نتوضع وضوءنا للصلاة نرد الجواب بإيضاح وإقناع من سماحتكم لأننا نعيش وسط الكفار ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث غير صحيح جاء في كتاب الفوائد المجموعة حديث من صافح يهوديا أو نصرانيا فليتوضع وليغسل يده رواه ابن عدي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوع وقال لا يصح وفي إسناده إبراهيم بن هانئ مجهول يحدث بالأباطيل وذكره الكناني في كتابه تنزيه الشريعة وقال لا يصح وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عن صحة الحديث الآتي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمسة عشر عقوبة منها ستة في الدنيا وثلاثة عند الموت وثلاثة في القبر وثلاثة عند خروجه من القبر أما الستة التي تصيبه في الدنيا فهي كالآتي واحد ينزع الله البركة من عمره اثنان ينسح الله اسم الصالحين من وجهه ثلاثة كل عمل لا يؤجر من الله أربعة لا يرفع له دعاء إلى السماء خمسة تنقطه الخلائق في الدنيا ستة ليس له حظ في دعاء الصالحين أما الثلاثة التي تصيبه عند الموت واحد أنه يموت ذليلا اثنان أنه يموت جائع ثلاثة أنه يموت عطشانا ولو سكي مياه بحار الدنيا ما روي من عطشه أما الثلاثة التي تصيبه في قبره فهي واحد يضيق الله عليه قبره ويعصره حتى تختلف ظلعه اثنان يوقض الله عليه في قبره نارا في جنبها ثلاثة يصلت الله عليه فعبانا يسمى بالسجاع الأقرع يضربه على ترك صلاة الصبح من الصبح إلى الظهر وعلى تضيع صلاة الظهر من الظهر إلى العصر وهكذا كلما ضربه يعوص في الأرض سبعين ذراعا أما الثلاثة التي تصيبه يوم القيامة فهي واحد يصلت الله عليه من يسحبه إلى نار جهنم على جمر بوجهه اثنان ينظر الله تعالى إليه بعين الغضب وقت الحساب فيقع لحم وجهه ثلاثة يحاسبه الله عز وجل حسابا شديدا ما عليه من مؤيد ويأمر الله به إلى النار وبئس القرار جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث باطل قال الحافظ بن حجر في اللسان هو من تركيب محمد بن علي بن العباس البغدادي العطار زعم أن أبا بكر بن زياد النيسابوري أخذه عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه من تهاون بصلاته عاقبه الله بخمسة عشر خصله الحديث وهو ظاهر البطلان من أحاديث الطرقية وهكذا قال الذهبي في الميزان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا سلنا ربك مما خلقك فسأل الله ربه قائلا ربي مما خلقتني فقال الله تبارك وتعالى خلقتك من نور وجهي وإني قسمت نور وجهي إلى ثلاثة أقسام قسم خلقتك منه وقسم خلقت منه أزواجك وقسم خلقت منه من يحبك من أمتك نرجو بيان صحة هذا الحديث جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصل له في كتب الحديث المعتبرة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قد ورد حديث في صحيح الجامعة الصغيرة للسيوطي تحقيق محمد ناصر الدين الألباني المجلد السادس الصفحة الثانية والتسعين بعد المائتين ورقم الحديث هو أربعة عشر وثمانمائة وسبعة آلاف تقسيم اثنين تقسيم خمسة وثلاثين عن ابن عباس ورمز له بالصحة أرجو إبداء رأيكم فيه سندا ونتنى ثم على فرض صحته هل هو موافق للقرآن وسنة الصحيحة؟ لأني عندما قرأته لا زال في نفسي شيء من معناه وفي ألفاظه كذلك أولا في تخصيص العباس به وكل الروايات في هذا المعنى عن العباس ثانيا في قوله أوله وآخره خطأه وعمده وصغيره وكبيره ثالثا في كل يوم مرة فإن لم تستطع ففي كل جمعة أو شهر أو سنة أو في عمرك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث لا يساب ثابت بل هو منكر واذكره بعض أهل العلم في الموضوعات ولا نعلم ما يدل على ما تضمنه من كتاب أو سنة وهو الحديث المشهور بحديث صلاة التسبيح وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سمعت من بعض الناس يقول حديثا قدسيا عبارته عبد أطاني تكن عبد الربانية يقول للشيء كن فيكون هل هذا حديث قدسي صحيح أم غير صحيح جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث لم نعثر عليه في شيء من كتب السنة ومعنىه يدل على أنه موضوع إذا أنه ينزل العبد المخلوق الضعيف منزلة الخالق القوي سبحانه أو يجعله شريكا له تعالى عن أن يكون له شريك في ملكه واعتقاده شرك وكفر لأن الله سبحانه هو الذي يقول للشيء كن فيكون كما في قوله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قد عثرت في حديث قدسي في كتاب منهاج الصالحين من أحاديث وسنة خاتم الأنبياء والمرسلين لمؤلفه عز الدين بليق وقد وجدته في باب الأحاديث القدسية ونصه كالآتي أوحى الله إلى داود وعزتي ما من عبد يعتصم به دون خلقي ونصه كالآتي أوحى الله إلى داود وعزتي ما من عبد يعتصم به دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات والأرض بمن فيها إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء بين يديه وأسخت الهوى تحت قدميه وما من عبد يطيعني إلا وأنا معطيه قبل أن يسألني ومستجيب له قبل أن يدعوني وغافر له قبل أن يستغفرني رواه تمام وابن عساكر والديلمي عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه وعلى حسب ما جاء في مقدمة هذا الكتاب من كلام المؤلف أنه لا يروي الأحاديث المتناقبة ويستبعد الأحاديث الضعيفة أو الموضوع اعتمدنا على هذا الكتاب ولكني وجدت بعد فترة في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع للألباني أن هذا الحديث موضوع لهذا نود أن نعرف درجة هذا الحديث وهل نستطيع أن نقوله أو لا وما رأيكم في كتاب منهاج الصالحين وهل نستطيع أن نأخذ به ورأيكم في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع للألباني أفيدون أفادكم الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد جواب الحديث الذي ذكرت موضوع كما ذكر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لأن في سنده يوسف السفر وهو من من يضع الأحاديث ومن ذلك يتبين أن كتاب منهاج الصالحين فيه الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة فلا ينبغي الاعتماد عليه أما كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع فمؤلفه وأسع للاطلاع في الحديث قوي في نقدها والحكم عليها بالصحة أو الضعف وقد يغطئ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال سمعت حديثا يقول من أبكى كفيفة لم أشفع له جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا أصل له فيما نعلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لقد قرأت في مجلة قافلة الزيت في عددها برقم أشرين ومئة الصادرة في ذرحجة من عام أربعة واربعمائة وألف هجرية وتحت عنوان بني سعد والحارث وثقيف وبني مالك حيث قرأت في تلك المقالة وفي الصفحة الثامنة والعشرين من المجلة وعلى لسان الشيخ زايد ابن أحمد ابن محمد الحارثي قاضي محكمة بني مالك أنه عندما وفدت وفود القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم كان من بينهم وفد بالحارث وهم الأزد يرأسهم قال سويد بن حارثة فلما كانوا بين يدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال ما القوم قال رئيسهم سويد مؤمنون قال عليه الصلاة والسلام إن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانكم قال سويد خمس عشرة خصلة عشر منها أمرتنا رسلك أن نؤمن بها يعني أركان الإيمان وأركان الإسلام وخمس تخلقنا بها في جاهليتنا فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئا فقال صلى الله عليه وسلم ما الخمس قال سويد الثبات في موطن اللقاء وترك الشماتة بالأعداء والصبر على البلاء والرضا بمر القضاء والشكر عند الرخاء قال عليه الصلاة والسلام يا لها من خمس وأنا أزيدكم خمسة فتعودون من عندي بعشرين لا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون ولا تتنافسوا في شيء أنتم عنه غدا راحلون واتقوا الله الذي إليه ترجعون وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون وعندما ذهب القوم قال النبي صلى الله عليه وسلم فقهاء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء وبرفق طربي هذا صورة من المجلة المذكورة أطلب من فضيلتكم إفادتي عن مدى صحة ما ذكر بعاليه وهل أنه حديث صدر عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كما هو منصوص ومكتوب بذلك ولكم مني جزيل الشكر وأن يكتب الله لكم الأجر والثواب والتوفيق والسداد جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما جاء في القصة التي في سؤالك من المحادثة التي دارت بين سويد رئيس الوفد وبين النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوفد فقهاء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء ذكرها ابن كثير في حديثه عن قدوم الأجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجزء الخامس في الصفحة السادسة بعد المئة من كتاب البداية وذكر صدرها ابن حجر في ترجمة سويد الأزدي في كتاب الإصابة ومدار سندها على علقمة ابن يزيد ابن سويد الأزدي عن أبيه عن جده سويد الأزدي وعلقمة مجهول فلا يحتج به لما ذكره ابن حجر في لسان النزان قال علقمة ابن يزيد ابن سويد عن أبيه عن جده هو لا يعرف وأتى بخبر منكر فلا يحتج به وعلى هذا فالخبر غير صحيح وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله تعالى جبرائيل عليه السلام على أحسن صورة وجعل له ستمائة جناح طول كل جناح ما بين المشرق والمغرب نظر إلى نفسه فقال أي جبريل إلهي هل خلقت أحسن صورة مني فقال الله تعالى لا فقام جبرائيل وصلى ركعتين شكرا لله تعالى فقام في كل ركعة عشرين ألف سنة لنتابع السؤال المطول الوجه الثاني يبدأ حالا وفيه نتابع قراءة السؤال المتعلق بخلق جبريل وصلاته فلما فرغ من الصلاة أي جبريل التي قام في كل ركعة منها عشرين ألف سنة قال الله تعالى يا جبرائيل عبدتني حق عبادتي ولا يعبدني أحد مثل عبادتك لكن يجيء في آخر الزمان نبي كريم حبيب إلي يقال له محمد وله أمة ضعيفة مذنبة يصلون ركعتين مع سهو ونقصان في ساعة يسيرة وأفكار كثيرة وذنوب كبيرة فوعزتي وجلالي إن صلاتهم أحب إلي من صلاتك لأن صلاتهم بأمري وأنت صليت بغير أمري قال جبريل يا ربي ما أعطيتهم في مقابلة عبادتهم فقال الله تعالى أعطيتهم جنة المأوى فاستأذن من الله تعالى أن يراها فأذن الله تعالى له فأتى جبرائيل وفتح جميع أجنحته ثم طار فكلما فتح جناحين قطع مسيرة ثلاثة آلاف سنة وكلما ظن قطع مثل ذلك فطار على هذه ثلاثمائة عام فعجز ونزل في ظل الشجرة وسجد لله تعالى فقال في سجوده إلهي هل بلغت نصفها أو ثلثها أو ربعها فقال الله تعالى يا جبرائيل لو طرت ثلاثمائة ألف عام ولو أعطيتك قوة مثل قوتك وأجنحة مثل أجنحتك فطرت مثل ما طرت لا تصل إلى عشر من أعشار ما أعطيته لأمة محمد في مقابلة ركعتين من صلاتهم انتهى وحديث آخر يا سيدي نصه كما يلي عن علي بن أبي طارب رضي الله تعالى عنه أنه قال سيئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فضائل التراويح في شهر رمضان فقال يخرج المؤمن من ذنبه في أول ليلة كيوم ولدته أمه وفي الليلة الثانية يغفر له ولأبويه إن كان مؤمنين وفي الليلة الثالثة ينادي ملك من تحت العرش استخرص العمل غفر الله ما تقدم من ذنبك في الليلة الرابعة له من الأجر مثل قراءة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وفي الليلة الخامسة أطال الله تعالى مثل من صلى في المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى وفي الليلة السادسة أعطاه الله تعالى ثواب من طاف بالبيت المعمور واستغفر له كل حجر ومدر وفي الليلة السابعة فكأنما أدرك موسى عليه السلام ونصره على فرعون وهامان وفي الليلة الثامنة أعطاه الله تعالى ما أعطى إبراهيم عليه السلام وفي الليلة التاسعة فكأنما أعبد الله تعالى عبادة النبي عليه السلام وفي الليلة العاشرة يرزقه الله خير الدنيا والآخرة وفي الليلة الحادية عشرة يخرج من الدنيا كيوم يولد من بطن أمه وفي الليلة الثانية عشرة جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر وفي الليلة الثالثة عشر جاء يوم القيامة آمنا من كل سوء وفي الليلة الرابعة عشر جاءت الملائكة يشهدون له أنه قد صلت تراويه فلا يحسبه الله يوم القيامة وفي الليلة الخامسة عشر يصلي عليه الملائكة وحملة العرش والكرسي وفي الليلة السادسة عشر كتب الله له براءة النجاة من النار وبراءة الدخول إلى الجنة وفي الليلة السابعة عشر يعطى مثل ثواب الأنبياء وفي الليلة الثامنة عشر نادى ملك يا عبد الله إن الله رضي عنك وعن والديك وفي الليلة التاسعة عشر يرفع الله درجاته في الفردوس وفي الليلة العشرين يعطى ثواب الشهداء الصالحين وفي الليلة الحادية والعشرين بنى الله له بيتا في الجنة من النور وفي الليلة الثامنة والعشرين جاء يوم القيامة آمنا من كل هم وغم وفي الليلة الثالثة والعشرين بنى الله له مدينة في الجنة وفي الليلة الرابعة والعشرين كان له أربع وعشرون دعوة مستجابة وفي الليلة الخامسة والعشرين يرفع الله تعالى عنه عذاب القبر وفي الليلة السابسة والعشرين يرفع الله ثواب أربعين عاما وفي الليلة السابعة والعشرين جاز يوم القيامة على الصراط كالبرق الخاطف وفي الليلة الثامنة والعشرين يرفع له ألف درجة في الجنة وفي الليلة التاسعة والعشرين أعطاه الله ثواب ألف حجة مقبولة وفي الليلة الثلاثين يقول الله يا عبدي كن من ثمار الجنة واغتسل من ماء السلسبيل واشرب من الكوثر أنا ربك وأنت عبدي سيدي صادفت من بينما كنت أقرأ من إخواننا ممن يؤلفون يقولون بألسنتهم ما ليس في سنتنا ويخطئون بل وقد يكفرون على عياذ بالله ويقدمون في نصائح ومعيظهم إلى المنغمسين في الناس ويسرون الخناس الذي يوسس في صدور الناس نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا صرف الله عننا إلقاء الفتن في قلوبنا لقد استعرت يا سيدي كتابا يسمى درة الناصحين من شخص لا أعتقد والله أعلم أن له دراية أو فهما في أمور الدين ومؤلف الكتاب يدعى عثمان بن حسن بن أحمد الحوبري يذكر المؤلف أنه من البلدة العظيمة القسطنطينية وبعض ما ذكر من مقدمة لهذا الكتاب أخذت العناية في الكتاب بعناية الملك المنان كل آية بتنظيم القرآن الكريم وانتقيت ما دل على أوصاف الجنان والجحيم وألحقت بعض الأحاديث الشريفة والقصص اللطيفة في من يعمل عمل قوم لوط من الخبث والخبيثة وبينت ما شأنه في الدنيا والآخرة وهل يجب الحد أو الرجم على قياس الزاني والزانية إلا أني ألتمس من بعض الأذكياء فضلا عن الفضلاء والكبراء أيصلح ما وقع خطأ مني وأن يرفع ما نشأ سهوا عني إلى آخره سيدي إنما دفعني للكتابة إليك خوفي من الله عز وجل حيث إنني ذكرت حديثا من هذا الكتاب وكان قصدي ويعلم الله الترغيب في الصلاة لبعض إخواني وأصدقائي هداني له وإياكم وإياهم لما يحبه ويرضاه وقد ذكرت لفضيلتكم الحديث بالنص كما جاء في كتاب درة الناصحين الذي ذكرت وألحق به أحاديث أخرى رؤيت أيضا عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو من الله ثم من فضيلتكم أن تنور لي طريقي وهل علي ذنب فيما ذكرته جعلك من السعداء دنيا وآخرة وأنزلك منازل الشهداء والصدقين وجزاك الله عني وعني الإسلام والمسلمين خير الجزاء الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض كلا الحديثين لا أصل له بل هما من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا بنى قبة فسأل الصحابة من صاحب هذه القبة فأجابوه فلما أراد أن يسلم عليه صاحب هذه القبة أعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولما سأل صاحب القبة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قالوا له إنك بنيت هذه القبة فذهب إلى القبة فهدمها ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحة هذا الحديث إلى آخره جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحديث رواه أبو داود وابن ماجه مع اختلاف في اللفظ وفي سنده عند ابن ماجه عيسى ابن عبد الأعلى ابن أبي فروة وهو مجهول الحال وفي سنده أيضا أبو طلحة الأسدي عندهما وهو مجهول الحال وبذلك يعتبر الحديث ضعيفا سؤال قال رسول صلى الله عليه وسلم من بنى بيتا كلف أن يحمله يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم جواب الحديث رواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ من بنى بناء فوق ما يكفيه كلف يوم القيامة أن يحمله على عنقه وقد ذكره الذهبي في الميزان وقال فيه حديث منكر وقال فيه الحافظ العراقي في إسناده لين منقطع سؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارتفع أكثر من سبعة أذرع الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما صحة هذا الحديث جواب الحديث رواه الطبراني في الكبير عن أنس رضي الله عنه بلفظ من بنى فوق عشرة أذرع ناداه منادي السماء يا عدو الله أين تريد وبلفظ إذا بنى الرجل المسلم سبعة أذرع أو تسعة أذرع ناداه منادي من السماء أين تذهب يا أفسق الفاسقين وفي سنده الربيع بن سليمان الحميري أورده الذهبي في ذيل الضعفاء فهذه الأحاديث لا تنهض خجة على تحرين رفع البنيان لكن روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه لجبريل عليه السلام لما سأله عن أمارات الساعة وأن ترى الحفاة العرعة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان فهذا حديث صحيح وفيه ذنب التطاول في البنيان وقد حمل العلماء هذا على ما بني على سبيل التباهي والتفاخر والتبذير والإصراف ويدل على ما قالوه ما في كلمة يتطاولون من التكلف والمباراة أما إطالة الأبنية وتكثيرها لتوفير المرافق والمساكم للمحتاجين والعاملين في جهاز الدولة ونحوها وللإيجار وأمثال ذلك فلا حرج فيه سؤال قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء إذا لم يتبعوا السلطان وقال أيضا العلماء ورثة الأنبياء إذا لم يتبعوا الدنيا ما صحة هذين الحديثين جواب الحديث رواه الحسن بن سفيان في مسنده عن مخلد بن مالك عن إبراهيم بن رستن عن عمر العبدي عن إسماعيل بن سميع عن أنس بن مالك بلفظ العلماء أمناء الرسل ما لم يخالتوا السلطان أو يداخلوا الدنيا فإذا خالتوا السلطان وداخلوا الدنيا فقد خانوا الرسل فاحذروهم رواه العقيلي عن الحسن بن سفيان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس بهذا اللفظ وقال وفي رواية للحاكم فاعتزلوهم انتهى وفي سنده إبراهيم بن رستن قال أبو حاتم ليس بذاك محله الصدق وكان آفته الرأي وكان يذكر بفقه وعبادة وسأل عثمان الدارمي يحيى بن معين عن إبراهيم بن رستن فقال ثقة وقال ابن عدي إبراهيم بن رستن منكر الحديث وقال الدار قطني مشهور وليس بالقوي عن قيس بن الربيع وقال العقيلي خراساني كثير الوهم وأورد لذلك شاهد وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ وفي سنده أيضا عمر بن حفص أبو حفص العبدي البصري قال الإمام أحمد تركنا حديثه وخرقناه وقال زكريا الساجي متروك الحديث وقال يحيى بن معين أبو حفص العبدي ليس بشيء وقال مرة لم يكن ثقة وقال علي بن عبد الله المديني ليس بثقة وقال أبو زرعة الرازي فيه واهي الحديث لا أعلم حدث عنه كبير أحد إلا من لا يدري الحديث وقال مسلم بن الحجاج أبو حفص عمر بن حفص ضعيف وقال أحمد بن شعيب النسائي عمر بن حفص أبو حفص العبدي ليس بشقة وقال محمد بن سع عمر بن حفص العبدي كان ضعيفا عندهم في الحديث كتبوا عنه ثم تركوه وقال البخاري عمر بن حفص أبو حفص العبدي ليس بالقوي مات سنة 98 ومئة ويقال سنة مئتين وقال ابن الجوزي هذا الحديث موضوع إبراهيم لا يعرف والعبدي متروك انتهى هذا ولشدة ضعفه لا تنهض شواهده لرفعه إلى مرتبة الحسن لغيره وعلى تقديره أنه مقبول يحمل على علماء السوء الذين يخالطون الأولى تزلفا إليهم وطلبا للمنزلة والجاه لديهم وطمعا في الدنيا ولهذا تجدهم لا ينكرون عليهم منكر بل يزينون له ملقبه ولا يدفعونهم عما قد يكون معهم من ظلم وجور ومخالفات للشرع فهؤلاء بطانة السوء وعيبة الشر لا على من يخالطهم على وجه النصف لهم وإرشادهم إلى الحق ودعوتهم إلى العمل به وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فهؤلاء بطانة خير ورشد ولا بد لولاة الأمر منهم لحاجتهم إلى نصفهم وإرشادهم تحقيقا لمصلحة الأمة وسياسة الرعية على هدي الإسلام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أشكلت علي أحاديث قرأتها في كتب السنن حيث إنه روى أبو داود مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لابد منه لما يستره من الحرب والبرد والسباع ونحو ذلك وفي رواية أيضا لطبراني بإسناد جيد مرفوعة إذا أراد الله بعبده شر خضر له في اللبن والطين حتى يبنيه وفي رواية له أيضا إذا أراد الله بعبده هوانا أنفق ما له في البنيان وفي رواية أيضا من بنى فوق كفايته كل فأي يحمله يوم القيامة روى الدارة قطني والحاكم مرفوعة وما أنفق العبد من نفقة فإن خلفها على الله والله ضامن إلا ما كان في البنيان أو معصيه وفي الترمذي أيضا يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب وقال في البنيان وروا الترمذي مرفوعا النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه وروا أبو داود وغيره أن العباس بنى قبة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدمها فقال يا رسول الله إذن أتصدق بثمنها فقال لا اهدمها وروا أبو داود أيضا وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبة على باب رجل من الأنصار فقال ما هذه قالوا قبة بناها فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما كان هكذا فهو وغير على صاحبه فبلغ الأنصاري ذلك فوضعها فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ظهرها فسأل عنها فأخبر أنه وضعها لما بلغه عنه فقال يرحمه الله يرحمه الله وفي رواية لابن أبي الدنيا عن عامر بن عمار مرفوع إذا رفع رجل بناءه فوق سبعة أذرع يوديا يا أفسق الفاسقين إلى أين انتهى الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذه الأحاديث التي ذكرتم نبين درجتها أولا ثم نتبع ذلك الجواب عما صح في هذا الباب أما بيان درجة كل حديث منها فكما يلي واحد حديث أما إن كل بناء وبال على صاحبه الحديث روه أبو داود عن أنس قال المناوي في فيض القدير نقلا عن ابن حجر أنه قال رجاله موثوقون إلا الراو عن أنس وهو أبو طلحة الأسدي غير معروف والشواهب عند الطبراني إثنان حديث إذا أرد الله بعبد شرا خضر له في اللبن وطين الحديث روه الطبراني بإسناد جيد حسب ما ذكرت في السؤال ورمز له السيطيل في الجامعة الصغيرة بالضعف قال المناوي نقلا عن الهيفمي ورجاله رجال الصحيح غير شيخ البخاري ولم أجد من ضعفه وقال المنذري رواه في الثلاثة يعني الطبراني بإسناد جيد وقال المناوي أيضا عزاه جمع لأبي داود من حديث عائشة قال العراقي وإسناده جيد ثلاثة حديث إذا أراد الله بعبد هوانا الحديث قال السيطيل في الجامعة الصغيرة رواه البغوي والبيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن بشير الأنصاري وما له غيره وابن عدي في الكامل عن أنس ورمز له السيطيل بالضعف قال المناوي في رواية محمد بن بشير قال الهيثمي رواه عنه ابنه يحيى إن صح سلمة بن شريح قال الذهبي مجهول وقال المناوي في رواية ابن عدي عن أنس في ترجمة زكريا المصري الوقاد قال يضع الحديث كذبه صالح جزرة وغيره ولما عزاه الهيثمي إلى الطبراني قال فيه من لم أعرفهم أربعة حديث من بنى فوق كفايته رمز له السيطيل في الجامعة الصغيرة بالضعف وقال المناوي قال في الميزان هذا حديث منكر وقال الحافظ العراقي إسناده فيه لين وانقطع خمسة حديث وما أنفقه العبد من نفقة الحديث رواه الدار قبني والحاكم وفي سنده عبد الحميد ابن حسن الهلالي وقد ضعفه جماعة ستة حديث يؤجر الرجل في نفقته الحديث عزاه السيطي في الجامعة الصغيرة للترمذي عن خباب ورمز له السيطي بالصحة وسكت عنه المناوي وروا معناه البخاري ومسلم عن خباب موقوفا بلفظ إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب وله حكم الرفع لأن مثله لا يقال من جهة الرأي سبعة النفقة كلها في سبيل الله الحديث رواه التنذي عن أنس ورمز السيطي براموز الحسن وقال التنذي بعد روايته في أبواب صفة القيامة باب النهي عن تمني الموت قال غريب وقال المناوي قال الصدر المناوي وفيه محمد بن حميد الرازي وزافر بن سليمان وشبيب بن بش ومحمد قال البخاري فيه نظر وكذبه أبو زرعة وزافر فيه ضعف وشبيب اللين ثمانية حديث أن العباس بنى قبة الحديث رواه أبو داود مرسلا عن أبي العالية والمراسيل من جملة الأحاديث الضعيفة تسعة حديث أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبة الحديث هذا هو سبب الحديث الأول وقد مضى الكلام عليه عشرة إذا رفع رجل بناءه فوق سبعة أذرع إلى آخره وهذا أثر ولم نقف على من صححه وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء الحادي عشر في الصفحة الثانية والتسعين مع نصه وقد ورد في ذنب تطويل البناء صريحة ما أخرج ابن أبي الدنيا من رواية أعماره ابن عامر إذا رفع رجل بناءه فوق سبعة أذرع نوديا يا فاسق إلى أين وفي سنده ضعف مع كونه موقوفا انتهى هذه الأحاديث وما جاء في معناها منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما ليس بصحيح فما كان منها حجة فهو محمول على ذنب من فعل ذلك للتباهي والإسراف والتبذير فإن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن علامات الساعة وأن ترى الحفاة الغراط العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ابن رجب في شرح هذا الحديث والمراد أن أسافر الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه وذكر نووي هذا المعنى في شرح صحيح مسلم حينما تكلم على هذا الحديث أما إذا طال البنيان لغرض شرعي كتوفير المرافق والمساكل للمحتاجين أو لاتخاذها سبيلا للكسب أو لكثرة من يعول ونحو ذلك فلا شيء في ذلك فيما يظهر لنا فإن الأمور ضمن قصدها قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم عزيز المستمع إلى هنا انتهى المجلد الرابع في التفسير ونبدأ في المجلد الخامس وهو في الفقه والطهارة أصول الفقه سؤال عن الفرق بين الواجب والمندوب والمستحب والسنة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الفرق بينهما في الاصطلاح أن الواجب هو ما يثاب فاعله ويستحق العقابة تاركه وأما المندوب أو المستحب أو السنة فهي معاني متقاربة إن لم تكن مترادفة وكلها تتفق في الاصطلاح على إثابة فاعل المندوب والمستحب والمسنون وعدم آقاب تاركه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم إن البشر عندنا يفرقون بين السنة والفرض ويقولون بأن الوعيد لا يكون إلا في الفرض والسنة المؤكدة وأنا أعتقد أن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأظهره لأمته مفروض عليها اتباعه ومن لم يفعل فقد كره ما جاء به محمد مثلا توفير اليحية جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هل ثبت عنه أن حلقها وهل حلقها دليل على كراهية ما جاء به محمد وهل يدخل صاحبها في نفس الآية جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الواجب ما يثاب فاعله ويستحق العقابة تاركه والسنة بين معقوفتين المستحد ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يلزم من ترك السنة ضغطها أما حلق اللحية أو قصها فمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وأعف اللحة خالف المشركين ولا يلزم من ذلك كراهته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما أن العاق لوالديه والزان عصاه ولا يلزم من معاصيهم كراهتهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المعاصي لها دواع كثيرة غير الكراهية لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يكفر العاصي بمجرد المعصية عند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فانتهوا هل صحيح أن هناك نهيا للتحريم ونهيا للتكريم ونهيا للتنزيه ونهيا للندب وغير ذلك مثل الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع ونصه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسريح الشعر كل يوم فهل هذا للتحريم أم للندب أم كيف جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الأصل في النهي إذا تجرد عن القرائم التي تصرفه عن أصله التحريم وليس هناك نهي للندب وإن وجد قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة فهو لكراهة التنزيه وأما الحديث الذي ذكرته فمعناه صحيح ورفضه عند التلمذي عند عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبأ وقال حديث حسن صحيح وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما الذي يجعل النهي أحيانا للكراهة والأمر للاستحباب في كثير من الأحكام حيث جاءت النصوص فيما أظن بعدم جواز البناء والجلوس والكتابة والوطء على القبر والاتكاء إليه مع أن أحمد يقول بمكروهية ذلك في زاد المستقنع في باب الجنازة وكذلك الأمر بخروج الحيض وذوات الخضور إلى الأيدين حيث يرى شارح وعمدة الأحكام أنه مستحب في حق النساء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قد يكون لاختلاف القرائم التي اقترنت بالأمر أو بالنهي فإذا خل الأمر والنهي عن القرائم فالأصل حمل الأمر على الوجوب وحمل النهي على التحريم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هو تعريف المكروه؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما يثاب تاركه حسبة لله على تركه ولا يستحق العقاب فاعله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ويتضمن السؤال شرح تعريف الشرط بأنه ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الشرط وَمَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وَجُودِهِ وجود ولا عدم بمعنى أن الشرط إذا كان موجود فلا يستلزم وجوده وجود المشروط ولا عدمه فقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط وقد يوجد الشرط ويوجد المشروط فالصلاة مثلا من شروط صحتها دخول الوقت فإذا دخل وقت الصلاة في ذلك تعين على من كان أهلا لوجودها أداؤها ولكن قد لا يؤديها إما لتعذر أدائها أو أنه ليس أهلا لوجوبها وبهذا يتضح معنى ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال تحت عنوان الأحكام كما تأخذ من الكتاب تأخذ من السنة وهذا هو العنوان الثاني بعد العنوان الأول الذي كان أصول الفقه السؤال ما حكم التصوير للأرواح الجواب بلا شك أنه حرام ولا يجوز للمسلمين ولا المسلم أن يعمل ذلك لكن المدرس عجزت أن أقنعه بذلك وقلت له إن رسول صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وإن الله سبحانه وتعالى يقول لصاحب الصورة انفخ فيها روحا ويا أستاذ إذا أردت أن ترسم ارسم مثلا شجر وبيت وحذاء وكتاب إلى آخره على شرط أن يكون الرسم غير مجسم ولا يرمز للأرواح إلى آخره ولكنه الله يهديه غير مقتنع ويقول أعطيني دليلا من القرآن الكريم قلت السنة النبوية والقرآن الكريم كل واحد يكمل الآخر والسنة هي التي جاء بها نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام وإنك ولا يهد بالله غير مقتنع بما جاء به نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام أرجو الإجابة على هذه الأسئلة علشان أعطي كل صاحب حق حقه من السؤال وقلت له إن العلماء ورثت الأنبياء إلى آخره وقال لي لا أعرف الدليل إلا من القرآن الكريم والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه اللهم آمين يا رب العرش العظيم انتهى الشريط الخمسون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وله بقية على الشريط الواحد والخمسين وهو الأول في المجموعة السادسة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر